من فترة طويلة ومجتمعنا عايش في حالة من الفوضى والخزعبلات اللي بتتباع تحت اسم الاختراع الطب المزهل ولقينا برضو ان الثقافة الطبية عند الناس تكاد تكون منعدمة ده اللي خل الحالة الصحية لمجتمعنا توصل لللي احنا فيه دلوقتي وعلشان الامانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفها وقفة احتجاجية ضد الجهل وقفة طبية اسمها الدكتور بيطلع لي صبار حوالين بقي بنسي عندها سنة وثمان شهور أنا عايز أقول لك وأصبحت كابوس مفزع أنا عندي مشكلة الدوالي بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخلق دالي علاج بالليدر علاج تجميل أهلا بكم والنهاردة يوم جميل إن شاء الله جمعة مباركة ويوم جميل وعيد حب وأنتو طيبين هابي فلنتاين داي طبعا قبل ما ندخل في الحب لأنه هنبدأ بالحب الحقيقة لأنه عندي سؤال مهم هل الحب فعلا أساس الحاجات كتيرة ده نهاردة نعرف الحب أساس الطب طب حلوة في موضوع النهاردة مهم لأول مرة يمكن في الأحلام العربي والغربي يعني الغرب ما بيتكلموش بالتفصيل على الموضوع ده وإحنا في الشرق الأوسط ما حدش يتكلم على بالتفصيل العلمي اللي هنتكلم بيه النهاردة عن البلوغ المباكر البلوغ المباكر قصة مهمة جدا قصة على المستوى الاجتماعي مهمة على المستوى الطبي مهمة معلومات الناس عنها محدودة جدا وبتخد دي من الحاجات اللي بتخد الأبوين أب والأم لما يلاقوا إنه يتقلهم إنه فيه بلوغ مبكر عند بنتكم أو عند ابنكم يصل بينهم الأمر إلى الهلع فالنهاردة إحنا هنشيل الهلع وهنتكلم عن حاجة فيه منتهى الأهمية النهاردة فيه حوار متنوع يعني ما بين النساء والتوليد ما بين طب الأطفال والعلاج السلوكي ده قصة خطيرة جدا علاج السلوكي ده كمان وإزاي إنه الأب والأم يفهموا الأعراض يفهموا إنه البلوغ المبكر مدى انت شعره عامل إزاي وشكل الأعراض عامل إزاي اللي هي مجرد نموه للسدي وتضخم بس في القديم وشعر العنى شكله هيبعمل إزاي ونموه سريع هيحصل برضو رائحة الجسم بتتغير حالة عصبية برضو الأسباب نفهمها هل ممكن دكتور بدون خبرة يتسبب في هذا البلوغ المبكر هذا السؤال مهم جدا هذا مضمون في منتهى الأهمية هنبدأ به مع ضيفي العزيز النهاردة هنستمتع بحوار اكستراردينري خلي بالكم إنه خارج نطاق المألوف والنهاردة هيبقى الحوار فيه كتير جدا من المعلومات الأول معلومات الأول مرة تتقال على مستوى الشرق هنستمتعه النهاردة مع الضيف العزيز الاسم المتميز والقيمة العلمية الكبيرة في عالم النساء والتوليد والعلوم الطبية السؤال الدكتور سيد الأخرس التوائم أكثر عرضة للدرمويل سيست عن غيرهم وإن الأم اللي ممكن يكون عندها درمويل سيست ممكن تلاقي بنتها عندها درمويل سيست أسر بالكامل عندها أورام ليفاية بالكامل عندها أورام ليفاية أسر معظمة عندهم بطانة رحم مهاجرة أسر عندهم فتق بيحصل نتيجة أمراض ورسية وكأن الخلاف دي أحيانا تتصرف بتنظرية المستعمرات لما زودنا بزيادة الوعي الصحي بمرض زي بطانة رحم المهاجرة وقلنا إنه ما بيجيش فقط بشكل ألام في دورنا ولكن مش دايماً لشكل واحد ونمطي ده مستخبف ألف وش ووش ده مستخبف ألف قناع وقناع الأستاذ الدكتور سيد الأخرص استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظر وأطفال الأنابيب الحاصر على الزمال الأمريكية لجراحة المناظر المتقدمة والمساعدة على الإخصاب عضو الجامعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة عضو الجامعية العالمية لجراحة مناظر النساء والمؤسس لمستشفى الأمم والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحمة المهاجرة في الشرق الأوسط أحد أهم الكوادل الطبية في مصر والوطن العربي الحب بوجوههم كثيرة أهلا بيك دكتور سيد الحب له وجوه تانية كثير النهاردة أنت اخترت وجه معي الحب المطلق الحب اللي دايماً هكذا حال المحبين يتلكقون بيتلاكك لأي مناسبة عشان يعبر عن حبه الحقيقة أنا بقولك أنا بحبك يا إيمان الله خليك أنا بحبك في الله طبعاً طبعاً وده دين ورسول الله والسلام رسول الله قال ما أنا يحبه وإنسان يقول له أنا أحبك في الله وسبحان الله يعني في المعنى التفسيري أن ربنا بيؤكد هذا الحب طبعاً أولاً قلت كده بيت في الله والإيمان منقوس لو ما كانش في حب لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب النفسه وربنا بيحببنا لبعض وبعض حتى بآيات كرآنية وذكر الحب كثيراً في الكرآن سبحان الله العظيم وحتى لما ربنا بيتناول قصة سيدنا يوسف يتكلم أن امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حباً دي الحب موجود والحب مش مجرد إن حد لواحد وواحدة وإن كان ده شكل من أشكال الحياة ووردة ودبدوب وفلافي بينك وكلام كده ده جزء من الحياة الغير مزموم أو سخريني دي الحياة ده الجزء لو ما بتعرفش تحب مش هتعرف تكون إنسان متعادل نفسه لكن الحب هل ممكن الحب يكون أساس الطب؟ ده حاجة حلبة قوي هل ممكن هل أساس ونحطها خلفية حتى وكأن الرك أو الصخرة الأساسية اللي يبنى عليها قصة الطب هو الحب بالتأكيد لما تيجي تذكر كلمة ميديسن طب يبادر في أزهان أي حد في الدنيا سواء موجودين في الحقل الطبي أو برا الحقل الطبي اللي هو أطباء وممرضات مستشفيات عيادات حقن إبر عمليات ولادة نزيف كانسر حد بيخف حد بييعي أعباء مادية أعباء 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 وهو ده الطب من وجهة النظر لكن هل حد ممكن يتكلم ويتفلسف ويقول مثلا لا يا جماعة ده الحب أصله ممكن يكون يساعد على شفاء كثيرا من المرض ايه ده؟ الطب أساس أساسه العلم وعلم أحيانا مجرد علم قواعد علمية صارمة تقول أن الورم اللي في ده طلع بتسن ده للشكل الهرمون ده وصل للحجم ده عشان جينات أو عشان بيئة أو عشان كذا وعلاجه يتشيله يتديله الرادياشن أو هايفو بعيث أن يقل يإما تقفل قنواته الشرعية لغزاءه فيقف يقل ويدمحل يبعض الأدوية اللي كانت بتأثر بجد على النسبة للهرمون والمستقبلات فيصغر أو أنك تشيل الرحم مثلا أو كثير جدا من الأمراض اللي فيها سرطانات نفس القصة هتشيل هتعالج إشعاع أو كيماوي لكن سببه ايه؟ نفس الأسبابة نتكلم علم لكن تيجي تقولي الحب أساس لعلاج مرض قبل ما أبدأ وأكلم أقول بس كلمة إيه؟ يعني إيه كلمة ميديسن؟ أنا هسألك السؤال ده يعني إيه كلمة ميديسن؟ طب يعني إيه كلمة طب؟ طبيب ميديسن أعتقد كثير جدا من الناس أطباء يشعرون في الحقل الطبي لا يعرفون المعنى الحقيقي كلمة ميديسن ميديسن اللي هو الطب ميديسن متأخده من اللاتين وورد اللي هو The Art of Healing فن الشفاء طبيب فن الشفاء يعني حتى ليه معنى ليه معنى ليه سنس والسنس دايما ليه مشاعر وبالتالي الحب هو أساس وتعمل الدراسات على مستوى الدنيا على أن الحب ومعنى اللي هنتكلم فيه دلوقتي بجد ممكن يكون ملهم والشفاء كثير جدا من الأمراض ولو أنت كل حد مننا لو إحنا يعني لقينا فيه قرار بيتاخد بشكل أو بآخر في بعض مثلا العيادات aggressive قرار فيه صدمة فيه شخيط فيه أحيانا تعامل مع مريض بشكل أو بآخر سواء اتفقنا قبل كده فيه استعلاء أو فيه عدم اعتراف إيه السن اللي تدور بيه دا على إنجاب أو إيه اللي أنت عملتيه في نفسك دا أو جيالي إزاي بعد ما عملت كل عملاتي وتشوهتي أين كان فبقول اللي واخد القرار دا قبل ما ياخد القرار هو already لما تعاملت الدراسات ما بين البرن أو بتاع الأطباء إن يحصل له استهلاك واستنفاذ له قوته وتعادله النفسي نتيجة الصراع إن هو ما بين مذاكرة وإثبات ذاته سواء إذا كان زوج أو سواء إذا كان أب أو كوان لكان ابن أو صديق أو حياته يعيش حياته ولا ينعزل عن الحياة بالعلم بيجري ما بين إن هو يكمل حياته وعاوز يفتح عيادة أو يشغل في مستوصف أو في مستشفة ما دا كله وينزل عربيته ويجري بسرعة عشان يلحى يروح في مكان لمكان ويروح عشان يلحى ينام فما ينامش كويس يقوم بيأكل أي حاجة في السكة بيأكل أي حاجة في الشارع الطبيب دا لو ما حبش نفسه شوية وشاف إيه اللي يأكله كون صحي وإيه الوقت اللي ينام فيه عشان يكون دا فطرة الحياة اللي ربنا خلقها الرزم بتاع النوم عشان يقوم عنده طاقة إيجابية لو ما عندوش الطاقة الإيجابية وحب نفسه شوية بعمق مش بسكراتش من حاجة سطحية المثل يقول كل إقناق ينضح بما فيه وفقد الشيء لا يعطيه تقول لي وانا ما عنديش إيجابيات في حياتي ولا طاقة إيجابية هوصلها المريض إزاي تقول لي وانا الآن لحسن بقونا داخل العملية دا جزء محامي ربنا يا أستر دا مش عارف مين متع الدرائب قريبها ربنا يا أستر دا المريضة دي اللي نازفت خلاتها قبل كده ربنا يا أستر دا دكتور مين اللي وقف في العملية تعونه وحشة ما يخرجش دا يتخاني دي بقى قريبة مش عارف مين هده الركومندومة اه الركومندومة التوصية التوصية ومشاكلة اللي بتحصل تليفون بيرن دي نازفت تاني دي مش عارف دي حصل سخنت لدرجة اللي اتعاملت الدراسات على البرن قوت اللي بيحصل للطبيب وفي الآخر خالص أحيانا من الأول أو أصعب ثلاث دقائق عند طبيب داخل غرفة عمليات حالة النازف وما بين هيعمل ايه والقرار يسيطر عليه ازاي لغاية من أول ما أنا اخترت المريدة دي ليه النهاردة ما أنا كنتش يومي أنا طريقة هوقف فيها الوعاء الدموي لغاية هو أنا قل لي دخلني كلية الطب لغاية هو أنا أصلا ليه تولدت في لحظات معينة دي تعملت دراسات على مستوى الدنيا كده كل مؤتمرات كبيرة يمكن حتى المرضى أو الجمهور ما بيشوفش ده وإحنا بنناخش ده فيه أروقة المؤتمرات بالشكل ده وبشكل اللي فيه دعم حتى لصغار الأطباء وإحيانا أسقاط على المواقف لدرجة نتقول إيه ده ده مش أنا بس اللي بيحصل لكده ويجب لك الكمبيليكيشنز اللي بتحصل داخل غرف العمليات وبتلاقي هلعدة كان عندك إنهارة إيه ده دخل في الوعاء الدم وده النزيف الرهيب ده هيوقف إزاي المريض دي أو عكس ذلك مشاكل كتيرة جدا سواء كان في تخدير أو سواء كانت المريضة فائت أو سواء أو سواء ده يعلمك الاستابلتي وإنك تحب اللي بتشغله وإنك تخلص لهدفك وحلمك وبالتالي ده بيرقى بيك ولما بيرقى بيك كأنك كنت بتحب نفسك شوية ليس حب الأنانية ولكن لو أنا معرفتش أحب نفسي مش هعرف أحبك فقد الشيء لا يعطيه وأحيانا أصخر من كلام الحب أو كمان حتى المشاعر ما حبي نفسش في حيث معك كده الدنيا كلها تبقيت مصالح وماتيريال كلها وين وين سيتيواشن القصة كلها عندك كم مريض عندك دخلك إيه مش عارف إيه ببقيتش القصة كلها الممكن تعمل ستادي وتطلع منها وتعمل أبحاث مولتي سنتر ستادي يسيدي مش عارف الممكن ده يكون كلام للاستهلاك فقط ولكن مش الحقيقة لا ده الحقيقة ده الحقيقة عشان كده تبدأ تاني الستاتمنت الأولانية اللي بدأ كان الانشانت أو القدماء الناس بيتكلموا فيها أو ما تكلموا على الطب كانوا بيتكلموا على الطب بده إن الباروف هيلينج أو قدرة الشفاء إنك تحب مريضك ومريضك يحبك عشان على الأقل لما تيجي تقوله غير طريقة حياتك إذا كنت أنت مش مغير طريقة حياتك إذا كنت أنت مخلي الانفعال والاسترس اللي كنا تكلمنا فيه في الحالة السابقة كلك استهلكك وبالتالي أنت مش قادر تخش تقعد أصاد مريضك بين نقشك ومتخيل أنه بيجادلك ومش من حقه أنه يجادلك ومش من حقه أن يتكلم وداخل هو بأهله وأنا أشرح لأهله وأهل لأهله كل شوية هو الموضوع مش كده وما كلهم عايزين يسمعوك ده جايين يستخبوا فيك جايين يستخبوا فيك بس أنت مش لقي نفسك تستخبى وراها يعني أنت يعني طموحك قليل وقدراتك بقت قليل بسببك أنه طموحك قليل فمش عارف تشتغل على ده أو استهلكت أو استهلكت ولما تستهلك إذا استهلك في الطبيب المصري على فكرة ريبيرسيبول على العالم كله في الطبيب وفي المواب على العالم كله على فكرة فيه ستادز مكتوبة إزاي إن يحصل بيرن قوت وهجب لك وعلى فكرة برة عندهم مشكلة كبيرة جدا إن هما بيكتبوا الحاجات بأديهم يعني هنا المصريين ما بيكتبوش كتير لا برة بيكتبوا رسالشيات وكل عاجة وهوريك إن المشاكل اللي ممكن بتحصل لأطباء عشان كده بنتكلم ده للأطباء إنه أحيانا لما تشوف نسبة المرض في أي مجتمع بتزيد ونسبة الانفعالات والطلاق بتزيد ونسبة المشاكل بتزيد ونسبة الاسترس وطريقة الانفعال وقولك السلوكيات اختلفت وبقتها مجاية شوية اللغة بقت مش معقولة يعني ما فيش حد بيراع إن فيه بنات قاعدة ولا فيه ستات قاعدين ولا فيه أكبر منه ولا فيه ده ما إيه ده ده دينا بيقول ليس منكم ما اللي يحنوا على صغيرانا ولا يوكر كبيرانا إيه اللي حصل في الحياة إيه بقت كلها لحس وجري ودقولك الناس اتغيره ما بقاش فيه كذا ما بقاش فيه كذا لإني عندما اللي يفرح في النصايب بتفرح في المصايب و الفضايح النهي بقت بتفرح في النصايب والفضايح الاتنين دول مفيش حب مفيش حب ده مفيش حب بجد مفيش حب إلهي اللي ربنا بيقولك عليه مفيش حب مش إنك قاعد بقولك حطت بيبيونة أو حاطة ورد حمرة وماشي بيها وبتتكلم وانت مغير نبرة صوتك ومخليها للأهدة أو بتتكلم بس بشواءة مشاعر أو بيتين شاعر ما بيش كده الحياة كده الحياة العملية أنك تكون محب محب لنفسك محب للآخر محب لمريدك مريدك اللي هتقوله الدواء ده لأ أنا لسه عندي قلم ده طبيعي هستمر قد إيه فترة معينة بشكل كذا طب لو رجع العلاقة لسه موجودة وهنكمل مع بعض المشوار دي حقيقة مشوار اقترق يعني احنا عن عمد وعن بلوغ حقيقي قررنا أن العلاقة تكون مع بعض وهتكمل مع بعض وهتكمل بالشكل ده والمريد ما ينفعش أنك أنت تتخلى عنه في أي وقت من الأوقات كنت كلمتك المرة اللي فاتت وأنا جاي في السكة وقلت لك فيه بنوتة اتصلت وقالت لي أن أنا بنزف من فتحة الشرق نزيف كأنه طال أولادة وهي أنسة وكان بتنزف نزيف رهيب جدا جدا وكان عندها بطل يتراح المعاجر ويعني قلت لها طيب يعني شوف هتقالت لي عشان هي من بلد بعيدة وهتعمل حاجة وهتكلمني تاني كلمتني عشان تقول لي أنها لو هي بتعمل توسيع الشهر جي حصل نسف فبدأ يتجمع الدم يتجمع الدم في المستقيم والمستقيم بعد ما يحصل له انفليشن ينقبض انكباض ويطرد الدم كي أنه طال أولادة بالكامل لدرجة همجلبينها وصل لغاية اتنين فنقلت عشر قرب دم بتتصل عشان تطم من طبيبها أن اللي طلع زي ما أنا قلت لها ممكن روحي بالزابط الأقرب مساشفة دلوقتي فيها حد جهاز هضمي لأنه هنيحتاج منزار وممكن الطبيب يكلمني كأن طبيب المعالج بعالجها من بتاني تراح ماجر أنه ناقش سويا فالمريض حاس أنه ممكن حبل السرة لسه مستمر بينه وبين طبيبه ما بيتخلاش عنه وده ليس معنا كده استعراض لعلاقة خاصة لأن الحب مش معناه العلاقة الخاصة ده إيمان مطلق بالقضية إيمان مطلق بكل شيء بتحب ولادك عشان تربيهم صح مش عشان أنهم ولادك محدش باقي لحد بتحب صحابك عشان كده وبتحب إذا اتفقنا جارك عشان كده تظل جبريل يواصيني بالجار حتى تظننتوا الناس يورسوا يبقى بالتالي كله ده كان حب الكلام موجود لما أنا وإنت كل واحد يقول فينا فين الكلام ده دلوقتي وهم بيقولوا عليك فين الكلام ده دلوقتي بقولوا علي فين الكلام ده دلوقتي وكلنا عملين نقول على بعض بيقولوا علي الكلام ده دلوقتي أنا محزوز أنا واحد محزوز بجراني يعني أنا ليه جراني بس مش يعني كان نفسي المسألة أكبر لكن الحمد لله وأنا محزوز بمرضاية بمعنى إيه إن فيه حب ومحزوز هنفضل محزوزين طول ما انت بجد بتكتهت فتلاقي الحظ بيجي لك صغرا بيجي لك فإذا ترك الحظ بابك أو الحب بابك فافتح له الباب أو افتح له المندل يا إما هتدور عن مين بيحبك ومين بيكرهك يا إما بجد قمتك تاهد شوية واعتني شوية واتلاقي الدعوات بتؤذرك تسبقك وخلفك وأمامك وجانبك بيسألوا لما بتكشر وبتبقى أعلن فيه حاجة أينك فيه حاجة؟ إيه اللي مدايقك؟ إن اهتمامي بيك من لما أنا لقيت إن أنت اهتمامك بيه من غير مشعور الناس بتدور على بعض والناس عاوزة تصدق والناس عاوزة تصدق عاوزة تصدق إن فيه حب وعاوزة تصدق إن فيه إخلاص مش عاوزة تصدق إن كله خلص كلنا بنشوف مرضى وبنشوف أصول رهيبة لدرجة تقول لك إيه؟ مصرين اتغيروا هم الناس اللي بنشوفهم دولها إيه؟ اللي على كل كمال المعاني والأخلاق والحب والتربية والأمومة الحياية دولها جايين منين يعني؟ من الريف موجودين وفي الحضر موجودين واللي معندوش أخلاق هنا أو هنا ولو إنت عاوز تقول الناس بتلمز وتغمز وتفرح في الفضايح وكلام زي كده طول عمر السوشيال ميديا موجودة سوشيال ميديا موجودة طول عمرها موجودة بس لو كانت دلوقتي موجودة بوسائل واضحة جدا تحت موبايل ونيت وكمبيوتر موجودة القرآن كان بيذكر سيدة امرأة العزيز تراود فتاعة نفسية ده سوشيال ميديا إن الناس كانت بتتكلم طول عمرها والستات برضو وقالت نسوة المدينة يعني برضو الستات وكده وده موجود وده دايما الحتة الجزئية ما بين رجل ومرأة هو ده الشغل الشاغل اللي فيه الحواديد وفيه الإثرات وفيه كلام سوشيال ميديا بمناسبة كلام حضرتك دي بينا جدا كنت بتفرج أنا محب فيلم لابدولسو كنت بتفرج على فيلم اسم الزوجة التاني فاكر فيلم الزوجة التاني ها طبعا لما العمدة خد مرات الفلاح المسكين سعاد حسني من شكر السرحان فقعدوا وهما اسمه ايه ها اسمه ايه العمدة كان لا شكر السرحان قطع الاسمه ايه لا مش فاكر حد فتكلم عبو العيلة عبو العيلة أنا فتكلم عبو العيلة فهما هي جاية بالتختروان فسوشيال ميديا شغالة كل اتنين وقفين بيحكم طبعا فبيقوله ايه واحد بقوله يقوله الله يجزي العمدة خير دخدها من عبو العيلة وراها المر والتاني يقول لك كره الوقت في البيت الغاية لما كله بتكلمه غلط كل السوشيال ميديا في الفيلم ده اوه انت يا ايمن انحرفت من اقصد يعني كنت في طريق التمثيل وانحرفت دخلت الطب لا انا كنت تعشق الفن انا بعشق الفن اه اه انا عدت مثل 14 سنة مصر مثلت اه 14 سنة مصر وتبتمثل المصادة دلوقتي ولا حقيق ريال احنا يعني نوزة سوشيال ميديا موجودة من زمان وده اللي خلاك برضو متميز ان انت كارق متفتح وجوزء من الفن جواك وبالتالي بتقدر تشعر بسمع موسيقى بتعرف تشعر بموقف تقدر دايما تعمل اسقاط على موقف ما في موجود فالسوشيال ميديا قديمة بس انحنا متخيلين انها حديثة هو كل عصر يتحدث لغته وبالتالي ماها طبيعية جدا ان اللغة تكون كده قبل كده كان التليفونات قبل المحمول يتكلموا بعض بالتليفون من غير التليفون كان بيبقى رسائل وتتبعت مع بعضها تنغمزة واللمز موجود ولا تنبذوا بالالقاء ولا يغتب بعضكم بعضا وربنا قال لان معروف انه دي صناعة بشرين لكن دايما ربنا طالب وقولوا للناس حسنة طب لماذا تقولوا للناس حسنة يعني انت هتطلع الحسن من جواك ازاي دايما ربنا يقولك ادفع باللتي هي احسن فاذا اللذي بينك وبينها وعلا كأنه وليمحبك خلاص كده طب ادي الرشيتة التانية عشان بقاش التصوف مطلق لكن برضو وكل الناس حسنة ليه يا ربي لين وين احسنتم احسنتم لانفسكم وين اسأتم فلا فالحسنة ليك بمعنى ان انت لما بيكتمل جواك ارقان حقيقية مقتنع بيها وبتلاقي فيه توحد وفي صدق قادر بجد بجد قادر تقيم كل عمل للاخرين في حياتك اللي هو زيما ايه اذا ازدأت الى انسان معروفا فحذر ان تذكره ولكن اذا ازدأ اليك انسان معروفا فحذر ان تنساه دايما شايف معروف الناس دايما شايف المحبة من اللي حوليك مراتك بتقوم ازاي عشان تجهز لك لقطة بشكل او باخر حتى لو كانت تعبانة دي حقيقة هتقول ده طبيعي والحياة والزجع وانا اصلي ومش فاصلي ايه اللي بيخليك فرعون ايه اللي بيخليك كده عشان مغرور ايه اللي غرك ده انت بتتغرى على ربنا عشان سابق يا ايوه الانسان ما غركك بربك الكريم عشان الرحمن رحيم وسايبك انك انت تراجع نفسك فراجع وارجع للأصول الحقيقة وارجع لقواعد الطب الحقيقة وارجع ان المعنى الحقيقي للطب هو فن الهيلينج او فن الشفاء واعرف ان فن الشفاء لقواعد مادية صلبة حقيقية برين نعتقد به نعتقد في الله ونعتقد في المعجزات ونعتقد في العلم ونعتقد في الحب نعتقد ان العلم هو اساس والرقن الرقين للطب وهكذا لابد ان يكون دائما ولكن معنويات العلم التي يمشى عليها والاخدام التي يسير بها هو الحب واليد التي يمتد بها او يمدها هو الحب عشان العلم يقدم في طبق اقدر اتناوله وانا مقتنع به ان الطبق ده هيشبعني وهيشفيني كان الامام الرازي لما بدأ يتعلم طب اتعلمه عنده 35 سنة كان هو فقط الامام الرازي ابو جاء هرجي وبتعامل معاه في بيعد دهب وابشتغل وناجح وكل حاجة لكن مش لاقي نفسه لغاية لما لقى صديق ابو اللي كان طبيب لغاية هنا ده كويس يمتلك الامام الرازي فقط صوته جميل وابيات من الشعر وحافظ فلما راح مع طبيب اللي هو صاحب ابوه يشوف الطب الأطباء ابتدى يقع في حب المرضى قبل حب الطب فبعدين لقى انه هو الطبيب اللي معاده ساحر قوي بيقدر امرات كتير جدا يكتشفها ويعالجها والناس اشفى تاني فعشق القصة انه ازا يتحول العلم الى ادوات يقدر يقوم بيها مريض تاني يشفه على حمرة الوجه قد رجعت تاني وشوفيا الجزء الاصيل الاولاني كان يقعد يغني للاطباء المرضى يغني للمرضى والمرضى بدأوا يتعلقوا بيه لدرجة انه كان ييجي مش عارب ده حقيقي ولا لقى ان بعد المرضى بيتحسنه هو ده حقيقي قل لا هم ارتبطوا بيه وارتبطوا من خلاله من وجدانه بشكل ما لغاية لما تعلم طب بقى الطبيب حقيقي ويمتلك المهارات الانسانية ويمتلك عشان كده وبقى امام حتى في العلم الحديث الى الان في كل المستشفيات الموجودة لمهتمية بكانسر الاطفال والتوحد والامراض المزمنة المهلكة بيطلع ميها ناس تتبرع تعمل لهم اغاني مش مثلا حتى حطوا شريط او سي دي يسمعوه لا لايف ميوزيك زي ممكن تشوف اللي موجود دلوقتي ان ازاي ممكن يبقى حد بجد لا يمتلك وهو مش طبيب ان اللي غير صوت كويس وبيعرف يلعب آلة عشان يرفع ده اللي يتعامل في المؤسسات الموجودة داخل مصر مؤسسات محترمة ازا 57 او كل المؤسسات اللي هتحزوا حزوها قال لهم اللي هي ماشية وشايفة ان الفن هنحب والحب صورة جميلة واداء اجمل وصوت حلو يساعد على اكتمال الصورة جنب الطب الجامد الادوية والحؤن والعمليات والغلزة في التحركات وطرول داخل وطرول خارج يتلاقي نسبة الشفاء زادت نرجع نسمع نسمع الاغنية بس انا عجبني اوه ان حضرتك اللي فات نظري للامام الرزي لانه سبحان الله يعني احنا برضو جهلين شوية في تاريخنا يعني احنا منبهرين يعني واحد من الناس انبهرت بروبين ويليام لما عمل فيلم وهو كان يعني بيمثل صور الدكتور بيعالج مرضا بطريقة اه قبلي قبلي بقى اشوف بقى روبين يجري اه اتاري بقى ان امام الرازي هو ابو ابو الطب الانساني على المستوى الدنيا وهو اللي الى الان موجود في هارفرد وفي جمعات فرنسية قاعات باسمه وتماثيل مخلدة باسمه الناس احنا منعرفش اصلا ده وتماثيل مخلدة للذكرى وقالمات مأخوزة لكأنها انا عاوز ما نساهوش انا الانسان عاوز ما نساهوش دائما ابدا فحطه وحفره عشان يبقى في الازهان وفي الرؤية وفي العمق عشان ابدأ اكمل به ان عالم اسمه اهنية تعبر عن الحب ازاي انه اساس للطب مفيش طب جيد من غير ما يكون فيه علاقة حب وثقة ما بين المريض والدكتور والدكتور والمريض واهله والمنظومة كلها لو من المنظومة دي ما فيهش حب فريق العمل بينه وبين بعضه المستشعى الوحدة فريق العمل الطبي ما فيهش حب بينه وبين بعضه المسألة هيبقى فيها صعوبة كبيرة جدا تعالوا نسمع هزي الاغنية ثم نعود للبلوغ المباكر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن معاني احنا كنا بنشوف يعني مريض نايم والمحالية الموجودة وكانيولة وتشاك ومليون مرة ومرضة كتير هم اللي عانوا وخصوصا المزمنين اللي دخلوا مستشفات كتيرة وتلاقي ان ممكن بقى ايده من كورتر الشاك مبقاش في وريد تقولك ممكن حضراتك هو الوريد هنا هي حفظة لا لا حضراتك ما تدورش في حتة تانية معلش ينقاس فهتبكوا شوية او ممكن تدور عشان تحط سنتر فينس فين تدور عشان تحط مش لاقي بقى بقى او انك انت مش عارف تعمل او تعمل على قد فين بقى وتدور على فين عشان بالاطفال اللي موجودين في مستشفيات بيعانوا من اي كانسر او جفاف او 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 وبالتالي دولا محتاجين كومباشن وتعاطف والتعاطف حقيقي هنا عشان كده في بعض الاطباء عن عمد ممكن يلعب دور الكلاون او يعني يعني في وقت ده مزهقش من الشغل لا ويلبس ويعمل تلوين لوش ويلعب وبعد ما الطفل يحب الشخصية دي يقل على الماسك ويعرفه انا دكتور فلان اه لما بتتعامل منظومة كاملة متكاملة بجد بتقدي الى نسب الشفاء بتزيد لو احنا كان التخيل فقط زي ما اتفقنا اني قد المرضى اللي عاوزت على الجهم المرضى اللي عاوزت على الجهم كل يوم بيخش في سوق المرض مرضى كتير باسباب معروفة واسباب غير معروفة اسباب معروفة لو كانت جيناتك ولو كانت ورقة انت بتشم سجاير عشان كده عندك ازفة بتقول هبطل السجاير كان جنبك مصنع بيطلع اسبستوس او بيطلع اسمنت وبدأت عندك رقة اسمنتية او رقة بسبب الغبار اللي طالع وعملته شاكو فقفل المصنع عمله الفلتر اتحسنت الصورة او اتفقنا البيئة اللي حوالينا من زراعة او فيها مبادات حشرية ففي حاجات احيانا نقدر احنا نغير من سلوكياتنا اغير لو اقدر انكانياتي تسمح اغير البيت اللي انا فيه تحتي ورشة فوقيه عنده مصنع او لو ما اقدرش هعمل ايه لو كانت البيئة اللي حولي ومقدرات المادية كده هعمل ايه واذا كانت احيانا مش البيئة بقى والجينات احيانا بتبقى حاجات غير معروفة غير مصعوبة اعمل ايه طيب كل يوم احنا موجودين في الحياة يظهر ليك في سوق المرض مرة جديد واحيانا يبدو ان هو مش مرض واحيانا لغز واحيانا عدم مفهومية او فهم للموقف او احيانا عدم ادراك لو انا ما عنديش المعلومة او الوعي او الحس او الخبرة او القراية او او هيعدي يدخل علي المريض ويخرج وانا مش عارف ويروح لطبيب تاني وهو مش عارف والاهل مش عارفين والطفل ده اللي هيكبر وعنده العيلة دي لما يكبر هو ما تحلتش تقزمته ولما كبر كبر بالسلوك ده اللي بدأ يبقى فيه مشكلة انا مش عارف هو ليه بقى كده لما كبر هو ليه غير اخواته او لو كان وحيد او بدأ يحصل بشكل او باخر لبنت او ولد لبنت نقول لما كبرت سلوكها كان منحرف هو ده كان ممكن يكون نكتشفه مبكرا كان ممكن اه زي ايه ما حاجات هنتكلم فيها دلوقتي كان ممكن البنت عندها اكتئاب او منبوزة اجتماعيا او عدم ثقة بنفسها او احيانا ملي الانتحار ولما تكبر وتتجوز عشان بنتي هجوزها تتجوز تبقى زوجة غير سوية اقصد في سلوكياتها او في مودها ومزاجها او حتى في تربيتها لاطفالها لانا كان عندها مشكلة من الصغر انا مش عارفها ولحد كان عارفها او ان احنا احيانا لو عرفناها نخجل نتكلم فيها طيب ما اجمل وانصع ان مثلا واحد متجوز ويخلف وعنده بنوتة بدأت البنت تجبر وبدأت البنت تندج طبيعي وبدأت يا ابتزال عليها ملامح الانوسة في سن معين بعد تسع سنين عشر سنين حداشر اتنشر تلاتاشر سنة طبيعي وبدأت البنت يظهر عليها المفاتن وهي بتجبر انا بربيها وبديها الجزء من الثقافة وقابليه دين وعلاقاتها بربنا عشان تبدأ المحصنات الداخلية تجبر جواها بالتزامن مع كبر جسدها كبر ادراكها ووعياها ومسؤوليتها تجاه نفسها لان الفترة الاولى هي فترة مسؤولة منك تماما كاب او ام انك بتراعي وتحافز وتخاف وتحاسب وتعمل هيكل ازاي هيشرب ازاي هنام امتى امتى لو كح او عطس او سخن هيروح المدرسة مش هيروح المدرسة هينزل ابلغ المدرسة اخباره ايه وهم في المدرسة يبلغون ايه لغاية فترة النضج انت مهمون بالقضية بالكامل وفي الغالب الامهات بتقوم بيها عشان كده من احق الناس بصحابات يا رسول الله قال امك ثم من قال امك ثم من قال امك وده ما فعاش غيرة لانك انت ما بتقدرش تغير في علاقة ابنك بامه زي ما انت كنت علاقتك امك اكتر من ابيك ده طبيعي والاب هنا اللي هو زوج دلوقتي كان ابنه امه في يوم من الايام بدون ان هو ابنه امه للسخرية لانك يوم الايام هتون ده بالام مش بالاب كمان لما نعدي المرحلة دي وبيجبر الطفل الولد او البنت لغاية لما يحصل الادل الادلد هود او بدأ يحصل الادلد هود الندج لما بعد ما بيحصل الندج هو بيبقى مسؤول عن نفسه بيقوم عنده مدرسة هيذاكر كح عاوز يشرب الدواء بتاعه تعبان عرقان هيقوم يغير مش محتاج ان حد يقوم يشوفوا بالليل متغطي او لا رغم ان غيرنا الى الان برضو لازم حد يشقر عليه بالليل يغطي او لا او اصد ان قلق وقع هدومه او مش عارف يلبس او حطت الزرار فوقه الزرار تحته كلنا عمالنا لغاية لما بيكبر بتبقى مسؤول لكن في مشهد ما في طفلة ما في سن ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين بتلعب وهي بتلعب حصل فزع في الحضانة من ايه ان الطفلة لقوا في دم في هدومها ايه ده يا ترى ايه ده كله تفزع وقعت اتعورت المدرسة هتعمل ايه هتقول للاهل ايه هيبلغوهم ازاي يعني لما تيجي تقول لحد ده البنت فيها دم مغرق هدومها جاي من اين ايه اللي حصل لا والله لقناها كده من ايه مشكلة هتبقى كبيرة يجوا الاهل يشوفوا مفيش قصر لخدش ولا قصر لتعويرة هياخدوا البنت هيبدأوا بيروحوا بيها المستشفات وما لما بيدوروا كان يوم او اتنين الدم وقف وما تكررش واختفت القصة بس الناس عندها قلق من الدم ليه تفسير او مروش تفسير هروح لدكتور مين اطفال ولا نسا سواروحت الاطفال او النسا شخص او مشخصي او بقى لما فكرنا نهدى الموضوع اتكرر تاني وفي ايه ما فهمناش للمرة تاني والتالتة زي ما قايل تابتة وليه سموها التالتة تابتة عشان الاولانية دايما بيسموها بتبقى دايما يعني صدفة مرتين يبقى في داوت في اي حاجة في الحياة او في الطب وصوصا طب تالتة تابتة يعني لابد من وجود قاعدة هنا في حاجة ففجئنا ان البنت اتالت دورة جت لها مبكر ايه دا خمس سنين او ست سنين ييجي دورة اه ممكن تكون طبيعية وغير طبيعية يعني دي ايه دا سن احنا اتفقنا سن الطبيعي للبنات من تسع سنين لتلتاشر سنة ثمان سنين مقبول من تسع سنين لتلتاشر سنة والولد من تسع ونص لتلتاشر ونص بلوغه يعني لكن حصل كده دا فيه كده بريكوشيس بيو بارتي دا فيه بلوغ مبكر بلوغ مبكر ايه البلوغ المبكر ان حدوث وظهور شكل من الاشكال الطبع للمبكر للانسة في سن غير مبكر قبل تمان سنين ويبدأ تلاقي احيانا الدورة قبل التمان سنين وقبل ست سنين وبدأ يحدث ان البنت بدأت تيبقى فيها شوية اهتمامات او لأ او لسه سن طفولة قبل ما اتكلم على سن البلوغ المبكر وكأنه بنيعمل بس مدخل هنتحسس بيه النهاردة بنتناول ايه جالي اكتر من طفلة مع اهليها الام او الاسرة بالكامل او الاسرة والخلاة او كده او ساعة الام لوحدها فيه حاجات بتحصل مش فاهمها الترباط في التصرفاتها مش فاهمها بس التصرف ده بدأ يتكرر بدأ يتكرر لدرجة انه عمل فازع في الاسرة كنا محضرين فيديوهين نبدأ بيهم انا عارف ان احنا عشان بنتناول شكل علمي بس احيانا الشكل العلمي على الشاشة بيبقى مش كل علم نقدر نقدر نقدمه اتفاقي معاك على كده ولكن الناس ما كانوش مش عارفين يشخصوا اللي بيحصل لبنتهم ايه هل ده تشنجات هل ده قلم في حاجة ايه العرق اللي بيحصل غزير ده ايه الاجهاد اللي على الطفلة دي الطفلة دي ايه المشاكل اللي بتحصل وبتتكرر دي ايه ده ده في اليوم الواحد اكتر من مرة نفس الحدث بيحصل سواء انت واق الطفل وبعد كده زهوء الطفلة وزهورها بالشكل ده او انه يحصل على حركات لايرادية وهي قاعدة راحة جاية بشكل او باخر لدرجة لما في الاخر خالص تتوحد مع نفسها ومرة واحدة تتوقف ومرة واحدة عرق وكانها بتتوقف عن نفسها للحظات وترجع تاني وممكن تستغرق المعملية دي يعني من دقيقة احيانا لتلت دقائق ونص احيانا في اليوم الواحد تلت اربع مرات وممكن اكتر من كده طفل ممكن تكون في سن مبكر بنتكلم على سنة سنة ونص في الرضع او بري سكول قبل المدرسة او في السنوانات قبل الخمس سنين كل الكلام ده بتكلم على قبل الخمس سنين ما بتكلمش بعد الخمس سنين لاني دايما بنقسمها الانفانسي فترة سنتين الاولانية الارضع وبعدين بسميها بري سكول قبل الخمس سنين وبعدين من خمس سنين لغاية لما في الكي جي وبعد كده بنتكلم على بقى السكول ايج مسميها الاعمار فلما جمعت الحالات دي كان الجامع المشترك ما بينهم ما يطلق عليه انفانت اند كيدز مستربيش عادة سرية في السن المبكر ده للاطفال دي بالشكل ده قبل ما نتناول الموضوع جمعت الحالات اللي موجودة اكتر من 8 حالات موجودين باعمار مختلفة باماكن جغرافية مختلفة ريف وحضر بكثقافات مختلفة والناس مش عارفة تحل المشكلة تصلنا الدكتور احمد فواز استشاري واستاذ علم التخدير جامعة انشامز لان زوجته طبيبة واستاذ طب اطفال وعلاج سلوكي للاطفال ونقشت معاها الحالات فقالت لي اه بالفعل عندي رصيد من الحالات ده فقالنا لا لازم نلقي الضوء عشان نزود الوعي للنقطة مظلمة للناس كتير جدا عندهم الاطفال دي مش عارفين يحلوها ازاي هنبدأ بأم 30 ثانية بتعرض مشكلتها هنعمل مداخلة مع الدكتور عزة ونرجع نتكلم تاني في جزء كان مبهم ومقفول وبيأثر على البنات وهم صغيرات وبيأثر على مشاكل صحية سواء كانت جسدية او نفسيا احنا عندنا بقى البلوغ المبكر هنرجع له هنشوفه دلوقتي هنشوفه الاول عشان بدا ما تخلينا ما تخلي الحال اه والبلوغ المبكر قضية مهمة اجتماعية جدا تخص الاسرة كاملة تخص اكتر من طبيب في نفس الوقت برضو الغدد لها دور في الموضوع طبيب عبودة للاطفال وCNS والنيورو سيرجن والنسا المخ والاعصاب والبطنة والنسا والتوليد طبعا وعلم انطفال والعلاج السلوكي ده هنفهم ايه هو العلاج السلوكي بس الاول نشوف ما هو البلوغ المبكر اه اه الان 발 companions اه 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 ا Ass اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القضية الهمة جدا البلوخ المبك هيكون معنا دلوقتي على التليفون اسمه متمايز في هذا المجال استاذ الدكتورة عزة يوسف استاذة طب الاطفال استاذة الاطفال والعلاج السلوكي بكلية الطب جامعة عين شمس اهلا بيك يا دكتورة عزة دكتور عزة اهلا بيكي اهلا بيك يا بكتور ايمن انا عايز بك يا الاول وانت من ورانا كده توطي التلفزيون خالص ستفيه تعملين ميوت وتسمعينا بشكل مباشر من التليفون لانه فيه اكيد ديلي في الصوت هيجي عندك فتسمعينا من التليفون عادي اوكي حاط الاول اوليلي ايه هو البلوغ المبكر ويعني ايه الالاك السلوكي هذا البرانش اللي الناس كثير متعرفش عنه حكي اه هو البلوغ المبكر بيبقى مختلف في البنات عن الاولاد اه عن الفترة السنية ما بين في البنات من خمسة لثمان سنين وفي الولاد من حوالي ستة لتسعة سنين وبيبقى فيه نوع من انواع البلوغ المبكر الحقيقي ترو بريكوشيس بيوبرتي وفيه البلوغ المبكر الكاذب اللي هو السودو بريكوشيس بيوبرتي ودي اسبابه لازم نستبعد الاسباب العضوية كوجود ورم في الغدة النقامية او ورم في الغدة القطرية بتفرز الهرمونات اللي بتأدي الى البلوغ المبكر لدى الافوال في حالات احنا شفناها ما يمكن ما قدرناش نعرضها على الشاشة لكن احنا شفناها من ناحية العلمية بتتعرض الى فكرة انه ممكن طفي بسبب البلوغ المبكر يكون عنده داء العادة السرية او يبقى عنده حالة من حالات الارجازم الحقيقي هل دا وارد في الطب السلوكي؟ هو التراب السلوكي اللي يؤدي لوجود عادة سرية او حركات لايرادية في الاطفال هي طبعا اكتر في البنات عن الاولاد بس دي بتبقى لها مرحلة سنية قبل مرحلة البلوغ المبكر وما لهاش علاقة بالبلوغ المبكر خالص وممكن لا تؤدي لبلوغ المبكر تبتدي من فترة سنية من اول 6 شهور لحد سن 3 سنين ونصف او لحد 5 سنين كمان وبتبقى اكتر في البنات عن الولاد وبتيجي نتيجة احتكاك بالاعضاء التانوصلية عن طريق التهابات وجود التهابات لازم نستبعد وجود التهابات او وجود ديدان وخصوصا لديدان الدبوسية وممكن تكون سببها وجود ودايما بتطمس الاعراض دي مع التشنجات العصبية وبيروح الطفل الدكتور اعصاب الاول علشان نستبعد وجود تشنجات عصبية ولازم نعمل اختبارات كرسم المخ لاستبعاد اي خلل في قهربة المخ لدى الطفل ده بعد استبعاد الحاجتين دول بنبتدي نعمل مقابلة نفسية للولدين لتهدئتهم طبعا ونفهمهم ان دا ملوش اي علاقة بالعادة السرية بتاعة المراحقين او الكبار وانها حركات لا ايراضية سبب تهيج في الاعضاء التناسلية لدى الطفل نتيجة وجود مثلا مثلا اعادوا كتير الام في الكارسيت اللي هي الاحزمة بتعمل فريكشن جامد اوي اوي تامبز داية اوي يعمل فريكشن خصوصا في البنات البنات اكتر من الولاد سبيأدي الى حركات لا ايراضية في الاعضاء مع حركات متكررة وانقباضات في الحوض يليها زي ما دكتور سيد زكر بشكوره على طلبه المدخلتي حركات لا ايراضية بعدها نهجان واحمرارد الوجه وبعدين حدوث جزء من الراحة والاجهاد لمدة من عشرة لربع ساعة وهي من عشرة دقائق لربع ساعة وممكن الفترة فعلا بتتراوح ما بين نص دقيقة لتلات دقائق وللأسف الطفل ممكن يعملها قدام اي حد زي ما دكتور سيد ايل ممكن يعملها في الحضانة في البيت قدام اي ضيوف اي استيميليشن او اي احساس او تهيك لهذه المنطقة بتكون سبب لوجود هذه الحركات اللا ايراضية دكتور عزة زي حضرتك اهل المساعدة دكتور سيد زي حضرتك طبعا الهدف القاء الضوء وزيادة الوعي عندي كتير جدا بين بيوتات الناس اللي بتسمعنا انها ممكن مكونش عندهم معلومة بجد حقيقة وهسم المسمى باسمه العادة سرية عند حديث الولادة وعند الاطفال بتكلم قبل حدوث الثلاث سنين كمان او الخامس سنين اه كانت الام بتذكر وبتقول انها بتشوف بنتها بالزبط كانها واحدة ناطجة بالكامل تبدأ تنعزل اه سواء باي وضع ما اه ممكن تاخد النيت شاست بوزيشن بينها وبن نفسها ممكن تنام على وشها اه او برون على دهراء لغاية تبدأ تتوحد بدون اي متلامس بايديها واحيانا لناس تانية ما بين تحط ايديها ما بين فاخدها لغاية بتشوف انها بدأت تصورتها وجابتلي الفيديو بالكامل بس مش قادرين حتى كنا نعرضه لانه كان فعلا قاسي شوية اه ان في الطفل ده او ان احنا نقدر نتكلم كده بس احنا محتاجين نتكلم بقوة لغاية لما تشعر بتقولك كأنها امرأة كاملة الندجة طيب الناس عاوزة تفهم ازاي في السن المبكر ده يحصل احساس كامل كأن امرأة كاملة الندجة ثانيا اطفال تانية بقدوا لا يعوا ان هم قصاد كل التلاميذ او قصاد اطفال في سنهم ويبدأوا يعملوا كده لدرجة ان الام ندوها لانه مش فاهمين حاجة وبدأوا يكلموها ان انت تصرفاتك ممكن تكون مشينة هل الطفلة دي بتشوفك في وضع غير لقك مع الاب ايه اللي بيحصل ازاي وصل للطفلة حاجة زي كده او حديث الولادة حاجة زي كده وهل ده شيء مقلق هل ده شيء يأثر على جسده فيما بعد هل ممكن يأثر على نفسيته فيما بعد وازاي المخرج الامن للحالات دي واضيف كمان حاجة حضرتك ذكرتها دلوقتي عايزة افهمها دكتور عزة يعني هل فعلا ممكن يكون الام والاب احيانا ما يكونش عندهم ست شهور يعني ده ست شهور طفل مش ممكن سنة سنتين نقول ده انا مكان ما ده من قبل اه اه يعني هل الطفل عنده الذاكرة وعنده القدرة العقلية انه يستوعب مثلا اشياء تحدث امامه مناظر معينة تحدث امامه ربما بعض الاباء والامهات اللي معندهمش الثقافة بيستخفوا بقدرة الطفل على التمييز الكلام ده مهم جدا على فكرة واعتقد انه في مصر وفي الوطن العربي كتير من الناس معندهمش الثقافة تفهم عقلية الطفل الى انهي عمق ممكن تكون موجودة سامعانا يا دكتور عزة اه سامعاك يا دكتور ايمن اه فعلا معاك حق هو طبعا الوضع بيبقى مؤلق جدا للأهل وبيبقوا هما اول ناس بيبقوا اكيوزد في القصة بس هي السكرة ان الطفل بطبيعته عنده قدرة على التقليد عنده اميتاشن جامد جدا للأهل زي ما الطفل اللي بيبقى باي باي لما بابا يقوله ويعمل باي باي فهو لو شافه واضح بس دي من ضمن الأسباب دي مش كل الأسباب يعني ده السبب ممكن يبقى فرعي من ضمن أسباب التراب السلوكي اللي بنسميه أو ما يسمى اللي هو الإشباع أو المكافأة هو الطفل حصله تنبيه هي مرة واحدة حصله تنبيه لأعضاء الجنسية في توقيت هو لسه ما يعرفهاش فبيبتدي بحركات احتكاكية نتيجة وجود ممكن وجود تهيج أو ديدان ممكن الديدان الدبوسية بتعمل جزء كبير جدا من الحالات يعني كل دي مالتي فاكتور تعمل القصة دي ويبتدي الولد أو البنت لو عملوها مرة واحدة حركات لإرادية هتودي في الآخر للساتفاكشن أو الجراسيكيشن اللي هو الإشباع اللي هو مش جنسي بالعكس هو إشباع حركات تكررية وليس له علاقة بالأمراض الجنسية أو الانحرافية بتاعة البري أدوليسنت اللي هم المراهقين أو البالغين منهاش أي علاقة ولا تؤدي إلى انحراف جنسي عند البلوغ خالص دي حاجة لها تايمينج معين اللي هو من سن ست شهور لحد خمس سنين خمس سنين ونص وبتختفي لو تعالجت بالعلاج السلوكي الصح مع استبعاد وجود أي تهيج أو التهاب أو وجود أعضاء أعضاء تنسلية غير طبيعية كبر في الكليترس اللي هي الجزء الأمامي للبنت الحاجات دي كلها لازم نستبعدها ونستبعد وجود التهادات ديدان ونبعد عن أماكن التهيج اللي هي أعادل كتير في المشايات بتاعة الأطفال والكار سيت وجود الأحزمة اللي بتعمل فريكشن التامترز اللي دا يقاوي اللي ممكن يعمل فريكوانت فريكشن للطفل ممكن دا يقلل من التنبيه للطفل وده وده مش بيؤدي إلى انحراف سلوكي أو انحراف جنسي للطفل ده بعد البلوغ ما بيحصل شيء ده حاجة ده مرض ولكن ده اضطراب سلوكي يعني حتى هو وليس مرض محتاج هو محتاج عليك سلوكي على عدة جلسات اهم حاجة فيها ان استبعاد الطفل والهاؤه عن طريق ان احنا نشغله برياضة معينة بلعب معينة يطلع فيها طقته بحيث ان احنا نلهي عن الموضوع ده واهم حاجة بنسأل الام ان الولد ده بيبقى او الطفلة دي بتبقى وعية اثناء الاكت دي فبتقول فعلا انها وعية وبنطلب زي ما دكتور سيد مشكور قال بنطلب فيديو ريكوردنج هوم فيديو ريكوردنج علشان نشوف هل يعني الحالة دي لانها بتبقى شبه حساعات حركات تشنوجية عصبية مرضية فاحنا لازم نرسل ما بين المرض والاضطراب السلوكي علشان نلحق معالك الطفل والالالك بيبقى عبارة عن جلسات علاج سلوكي مع بعد وتهدئة الاهل عن طريق ان احنا نهديهم طبعا تهدئة الاهل ده شيء مهم جدا مهم جدا ان الاهل يفهموا جيدا جدا طبيعة هذا المرض طبيعة هذا وده هدف النهاردة القعدة بتاعدنا النهاردة ان احنا نبين شيء خفي عن الثقافة العربية اشكرك شكرا جزينا لستاذ الدكتور عزيوسف استاذ الطب الأطفال والعلاج السلوكي بكلة الطب جامعة عن شمس نورتينا في الدكتور اذا نحن فتحنا قضايا كبيرة طبعا القضايا دي وحتى لقناها كتير في الدراسات موجودة مثلا سيكن في الأردن بنقشه 10 حالات موجودين من ملتي سنتر بيجمعوا الداتا لاني ساعات ممكن ما يجيلكش انت كطبيب نيسا الحالة دي او ممكن تيجي للتخصصات اخرى وممكن تتوفر بين التخصصات ويحصل تخبط عشان كده ليها بعض التخصصات الخاصة يحيي البيبي احيانا البنبر زي ممكن يأثر وضع البيبي لما يكون مثلا حد قعده على رجله وبشكل يكون يعني فيس توفيس بشكل كده وبتهده دي الطفل انت اللي بتعمله احتكاك للأعضاء التناسولية فيبدأ يحصل فريكشن وبيبدأ يحصل نوع من المتعة غير المقصودة لطفل مش فاهم حاجة فيبدأ الحركة دي يعيط عشان عايزها نفس القعدة دايما كنا بنفرق ما بين النواء سلوك مردي او غير مردي لو كان حكتين واحد لو جدت له الطفل باي لعبة لا يقتنع باللعبة وبدأ يروح للحراف السلوكي ده اتنين ان في ولد وفي بنت يعني انه بدأ يعمل عايز يعني عايز اجباعه عن طريق احد الاخرين فتعرف انه بدأ هنا فيه انحراف سلوكي او بدأ يحصل فيه بشكل ما مردي اصدنا نبدأ في رمزة سكراتش من اول الجلدة لطفلة ممكن تبدأ تكون عندها مشكلة والاهالي ما يعرفوش ان ده موجود ويبدأ كأنك ايه هتتكلم على عادة سرية وهتتكلم على عادة سرية عند الاطفال تا انا عاوز اقولك على حاجة وشدت انتباه كتير جدا واتكلموا فيها بلاطة اللي هو ايه طالما ما فيش علم هنا حقيقي بلاش نتكلم ولو دخلت على ووكلات الالماء العلمية هتلاقي ان كان فيه حد كان جايب صورة للجنين داخل الرحم وهو في وضع ان هو كان حطت ايده كانت ما بيننا فاخدينه عادي فهو عاوز كان يستخدمها يقولك ان ممكن يحصل اثناء هو فيتس يعني ممكن يحصل احتكاك لا فلاقيه ان هو بينقابد لا ارادي فعاوز كان يؤكد كده وقامت على الدنيا لانه ده مش علم حقيقي مفيش حاجة هنا تؤكد لكنه تؤكد اللي كان واضح ولي عشان كده بنعمل فيديو ركوردينج وعشان كده بنعمله مناظرات وبعد كده نحصل فيه نوع من النقاش وده بعد كده بنجمع الحالات دي كلها عشان تتعامل الدراسات وتقال لما بتزود الوعي ايه اللي بيحصل بقى بيكون في تاني اطباء عندهم الحل ازي كده مش عارف يتصرف معه يعني ممكن يبدأ زي ما تبادر في زهنك ويقول ايه ان لا انتم ممكن بتكون بتتصرفوا غلط اصد الاطفال مفيش ده حصل ازاي وبالتالي لازم بالوعي مدرك وبقى عارف ان ده الطفل ده ليه علاج سلوكي عند متخصصين للعلاج السلوكي هو فيه فيديوهات احنا شفناها علمية اوي والفيديوهات دي ما انفعش تطلع على التلفزيون لانها فيديوهات علمية يعني والتلفزيون له شكل اخر لانه طبعا لكن الفيديوهات لما فيها بعض الفيديوهات فيها مثلا الطفل قاعد زي طبعا احنا عندنا ثقافة هنا في مصر وفي الوطن العربي انا عليها جن ايوه ده كان هدفي اه من ضمن ده كان هدفي البنت بص عليها دلوقتي وعلى فكرة وهي بتتوحد مع نفسها لدقايق تلت دقايق تتوحد مع نفسها تماما وبعد كده يحصل التشنج رهيب 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 وبعد كده يحصل نوع من الايه الريليز هل هو صرع هل هي حالة صرعية وطبعا تناقشت لما فاصل وتعمل اه اه اي اي جي اه اللي هو رسم المخ الكهربائي عشان نشوف اذا كان فيه بقرة كهربائية هرمون زي بتتعامل شوف الهرمون بعد الفاصل احنا هنطلع وهنرجع نحكي عن الهرمونات طبعا يعني واسباب بقى البلوغ المبكر طبعا اللي هو لأسباب البلوغ المبكر اللي هي قصة اللي هي اساس القصة كلها بعد الفاصل الحوار مستمر في واحدة من المواضيع المهمة جدا البلوغ المبكر كل ناس تفهم ارجعتني اقول البلوغ المبكر قبل ساب 8 سنين في الولاد في البنات قبل 9 سنين في الولاد قبل 8 سنين في البنات وقبل 9 سنين في الولاد صح كده صح كده ده مهم قوي ان احنا نعرف السن قبل كده هو ده البلوغ المبكر محدش يجي يقول لي انا ابني عنده عشر سنين وبلق ما هو ده طبيعي عنده 11 سنة وبل ما هو ده طبيعي 9 سنين وجعلها البرد عادي عادي هو اللي ده طبيعي تعالوا بس نفهم بس بعد الفاصل مع ضيفي العزيز الحوار ما زال مستمرا في واحدة من أهم وأرقى حلقات البرنامج على الإطلاق البلوغ المبكر ما بين الوهب والحقيقة خليكم معا الدكتور أهلا بكم مرة أخرى الحوار ما زال مستمرا على الموضوع مهم جدا هو البلوغ المبكر يا ترى دائما تبحث أو يبحث العقلات طبيعي على الأسباب يبحث على الأسباب حتى يتفدها أو يقومها يعالج لأنه في أسباب مرضية هل التخذية هل الأكل والتلوث البيئي له دور مهم الآن في البلوغ المبكر هل الفاصل فود ما يشعل أن فيها بعض الهرمونات بتدخل في الفاصل فود حتى لغاية دلوقتي في كلام عن الأسماك بيتقولها بعض الهرمونات أو المعالجات الهرمونية ده يأثر على حالة الأطفال هل الطفل أكثر حساسية من الأكل والتلوث البيئي من الكبار وبالتالي المتغيرات للبيولوجيا اللي تحصل فيها تكون عظيمة وكبيرة ده جزء مهم في الحوار القادم اسمحوا لينا وعيد الترحيب أهلا بيك 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 هل ندخل الوقت احنا بصدق البلوغ المبكر كافة سبب فهم مبدئي كده على أساس أن كل حاجة مرتبطة ببعضها وكل اللي بنقدمه سواء كان قبل كده أو اللي جاي بساعات عوزين نربط ربطة ما بين حدث وحدث فبالتالي لازم نقول بشكل مبسط عن كل حاجة لاني طبعا عشان نتكلم على البلوغ بتفاصيله بشكله المركب والمعاقد عاوزينه بشكل مبسط ويوصل للناس بشكل واعي وأحيانا التفاصيل المرهقة قوي مش مطلوبة في أرويكة حلقة زي كده قد ما هي ممكن نكون يعني مرور الكرام إلا لو فيه ستريس على نقطة معينة اللي عاوزين نوصلها لان احنا اكيد بنبقى فرحانين ان ابنتنا نضجت او ابننا نضج لكن اما قلنا النضج المبكر بريكوشيس ببيرتو بعتبر انه احيانا انه مردي احيانا انه مردي لاني الظاهرة دي الطبعية الجميلة لطفل نضج او طفلة نضجت وعدت البلوغ وبقى شكلها كويس وبدأ يحصل ملامح القنوس عليها من الساديون شعر العنى وشعر تحت الابطين وريحة العرق زي ما انت بدأت تقول المبكرة ده وبدأت تنتهي بالدورة شهرية قلنا لو كان هنقسمهم ما بعد التسع سنوات وده طبيعي من ستة لثمان سنوات وده افريج واماقل من ستة سنوات زي ما اتفقنا اللي بتلعب بالدوميا وبتلعب بالعروسة دي خمس سنوات جالها دورة وهي غير مؤهلة ان يحصل دورة دلوقتي هل عشان ايه غير مؤهلة نفسيا او جسديا فقط هل عشان لم يتساوى العمر الزمني مع العمر المنتالتي او العمر الزهني ليها هل دي المشكلة هل ان الجسد كبر اكتر من المنتالتي وده فعلا حقيقة وهنقول الامبكت او النكاتفتي او النكاتف امبكت عليها لما بتكبر في المستقفى ايه التأثير السلب عليها هل بجد الاسترس ممكن يأثر على البلوغ المبكر وبيحصل انه نطج مبكر اه وده بيظهر فين في الاطفال اللي بيحصل لهم يتبنوهم الاطفال اللي يتبنوهم هنقول الحتة دي وبعدين يجي الكلم على العنوان الكبير يعني لما لقوا مثلا الاطفال اللي بي انترناشنل ادوبشن انهم مثلا جيبوا اطفال من اسيوبيا زي براد بيت ومسلا انجلينا جولي جابين اطفال من اسيوبيا اطفال من سوريا ونقلو لهم الاطفال دولة لقوا انه بيحصل لهم بلوغ مبكر سواء كان ولد او بنت عن الاطفال الطبعين اللي موجودين في المجتمع ده يعني المجتمع الصحي ده اللي موجود ده فلقوا ايه المشكلة كان بتيحصل ايه هل الحرمان من الاكل والتغذية طول الوقت وبعد كده يكون الطفل كأنه مرزمك وكشكتك ونائس في وزنه لما بيتتحسن تغذيته هرموناته بتزيد مرة واحدة واشارة تيوصل مرة واحدة وبالتالي يحصل نضج كان يسبق اقرانه اللي موجودين في البلد ده المستويين هل الاسترس ممكن يؤدي الى كده بنفسه يعني تعرضوا اطلقوا الحرب ممكن يحصل لهم نضج مبكر ده ده كان طب والاطفال اللي تربوا في اسرة مثلا مستقرة وما فهاش مشاكل مادية كثيرة او طلاق او اتربى في ملجأ او 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 اللي هو الاطفال دولة بيحصل لهم نضج في الوقت الطبيعي يعني مش عكس ما المتوقع تغذية سليمة هو وكل الاموء وفي نفس الوقت بيحصل كده ولا بقى هو سلوك عام ان النضج اللي بدأ يحصل مبكر عن سنوات العمر السابقة نتيجة كل البيئة اللي كانت بقيت حاولينا دي الاسترس ده جزء من الحياة دلوقتي قبل كده الحياة كانت اهدى زمان بالتأكيد عن كده كل الحضارة وكل درائب الحضارة اللي احنا بنتفحها بسبب العولامة اللي بدأت فيها من عولامة الأمراض وعولامة التصدير والاستراد وعولامة المبيدات الحشرية ما كانش حد فينا بيعمل مزارع سمكية قبل كده وبيعمل مزارع سمكية واكله هرمونات كان بيروح يصطاد بسنارة لشبكة يجيب سمكتين ويبيحهم في السوق دلوقتي ممكن عشان يعمل مزارع اه ممكن يرمي مبيدات حشرية تطلع اطنان من الاسماك عشان يبيحها بمناسبة السمك ده انا عايز اول حاجة والله العظيم بجد اللي بقالي فترة كل اللي باكن في مطعب سمك يحصل لي تعب في الجهاز الهضمي واتعب ومتاعب في حاجة في السمك في حاجة الناس حتى تجار الاسماك بيتكلمها او زي يقولك مثلا انا بقى جيب من حتة فلانية عشان دي مفهاش او مزارع في الحتة الفلانية اللي كذا وبالتالي بدأ يحصل زي ما يحصل عولمة في سمنة الاطفال بدأ يحصل عولمة في النضج المبكر نزت في البورسة السنة إذا ما تفعلنا قبل كده وبدأ ليحصل نضج مبكر ولكن المعنى به هنا النضج المبكر يعني ما بتقسم الى ثلاث تقسيمات نضج مبكر حقيقي نضج مبكر يعتمد على الهرمونات المعتمد على الهرمونات السنترل بيسموه يعني نضج مبكر معتمد على الجهاز المركزي المخ ونضج مبكر نتيجة اللي هو بريفرال إنه هو طرفي إنه مبني على الهرمونات ولكن طلع من حتة تانية من المبايد وهنتكلم عليها ونضج مبكر أيزوليتد يعني ممكن مثلا يكون شكل من الأشكال مثلا ايه فيه شعر زاد في الجسم فقط أو السادي زاد فقط أو إنه جاد دورة فقط مرة ويختفي ويرجع لطبيعته مرة تانية يبقى عندنا تلات تقسيمات مهمة جدا التقسيمات التلاتة دي الأسباب واحد واثنين وتلاتة واربعة لما بنقول إنه بيحصل نضج مبكر أحيانا افهم إنه ورا الموضوع ممكن تكون فيه مشاكل وتعمل الدراسات في شمال أمريكا وكل وأوروبا على عشرين سنترز موجود في أكتر من تسعتاشر مدينة أوروبية على مجموعة من الأطفال عشان يشوفوا يعملوا إيه موحد لتعريف المدج المبكر وتعريف تشخيصه إزاي وتعريف علاجه إزاي لإني لما بيحصل نضج مبكر مركزي وده بيكون فيه مشاكل يا إما إيه اللي بيحصل من البداية إنه لازم يحصل ماتيوريشن ما بين أو نضج ما بين الإعلاق ما بين الهايبوسالمس المهيد والبيتويتري اللي غد النقامية والجونادز آه اللي هو البيتويتري هو بقى في الأطفال والمبيض أو الخصية أو الخصية يعني لازم رقم واحد يحصل نضج المبكر ده وفي علاقة منطقية أو شغالة بشكل موي الطبيعي بين الثلاثة أكسس دول الطبيعي الأكسس ده عشان حتة مهمة أولا هنشرحها وهو ووريها للناس الآن بس أشرحها الأول الطبيعي اللي محدش عرفه كتير إن الطفل اللي هيبقى عنده نضج ده أول نضجه الحقيقي أول الماتيوريشن الحقيقي أول علاقة حقيقية ما بين المهيد اللي هيبوسالمس والبيتويتري هرمون هيطلع من هنا على الغدة النخامية الغدة النخامية تطلع هرموناتنا معينة تغزل مبيضين عشان يكبره وتطلع بقى الهرمونات الاستروجين اللي هتروح تكبر حجم الجسم وتأثر في نفس الوقت على بطنة الرحم عشان تبدأ الدورة تنزل صح كده؟ ده الأساس بيبدأ إمتى العلاقة الأولى عند 21 أسبوع وهو لسه جنين داخل رحم الأم وبعدين عند الولادة تتوقف العلاقة دي تماما وتبدو في صبات مستمر إلى أن تصل إلى مرحلة الستة أو تمن سنوات اللي قلنا عليهم وبعد كده تبدأ العلاقة تقوم مرة تانية يعني قل في البداية وقف في النص وبعدين قل مرة تانية يعني المفتاح مفتوح وبعدين يغلق لمدة من السنوات من العمر حتى يصل إلى سن النطج اللي هنتكلم عليه وتحصل الإشارة وبعد كده يفتح مرة تانية المفتاح بتاع ايه؟ بتاع العلاقة ما بين المهيد المهيد اللي هي بصلابص والغدنة النخمية والجماس اللي هو المبيض في السلطان أو الخصتين في الرجال في الولاد يعني يشتغلوا أول ما بيشتغلوا العلاقة دي بتفتح كأنها بالزبط زي ايه؟ كأنها خط تليفون كأنه خط لاسلكي ما بين مش لاسلكي آه خط لاسلكي ما بين دول وبعد في 21 أسبوع وبعدين تقف بعد الولادة وبعدين نرجع تانية في 8 سنين تعال نشوفها متصورة ازاي وبعدين نرجع هرمونات البلوغ آه هرمونات البلوغ تعال نشوف هرمونات البلوغ بقى يعني آه نشوف الكلام نفهمه تاني عشان برضو دي مهمة قوي الهرمونات بتبدأ من فوق آه أول ما تبدأ الصورة بس بس جدا أنت عندك يا ما فيش هنا آه آه قادي بالراحة بس نهدأ نهدأ بالتدريج نهدأ نمشي بالراحة نقف سنة سنة بص هنقسم هنا إن عندنا البتويتر جلانز أهي الغدة النخمية الغدة النخمية الغدة النخمية فوقتيها بسموها المهيد أو تحت سرير المخ اللي هو الهايبوسالمس اللي بيتأثر بشكل مينفعالي وهو حساس قوي يبدأ يطلع إشارة للغدة النخمية وبعد كده الإشارة للغدة النخمية تبدأ تنزل على المبيضين تعال بقى نشوف الهرمونز اللي طالع هينزم الهايبوسالمس أهو للبتويتري وبعدين ينزل البيتويتري تحت انزل بقى كده كمل كمل بقى كمل الأوفري هو ها 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 التلت نوقة دولة هايطلع حاجة اسمها جي اوه بس ثانية واحدة جي ان اتش جي ان ار اتش جوناد تروفين ريليزن هورمونز اسموهم معناهم الجوناد يعني المبيض أو الخاسية تروفين التغزاية ريليزن هورمونز يطلعوا هورمونات معينة تطلع من هنا عشان تروح فين بقى كمل بقى كمل سان هتطلع على على المبيض تطلع منه هورمونين هورمون اسمه الف اس hai وهورمون اسمه ال LH هو الف اس hai وال LH هيطلعوا من فوق من المبيض من المبيض خلاص كده ها لما ينزلوا ياعمل يعني احنا احنا قزي سوري بيطلعوا من الف اس rum وال H ها هو جوناد على المبيض. عشان يطلع الاستروجين وبروجسترون. خلاص بقى قولنا الاعراض نموه السدر وشعر العانة وزيادة السريعة في الطول. وبداية نزول الدورة الشعرية وريحة الجسم. مهم اوي ان احنا كاتبين ده السبب بسيط. ارجع للصورة تانية. ارجع للصورة تانية. مهم اوي اوي في النقطة دي حاجة مهم اوي. الزيادة السريعة في الطول. الموجودة اللي هيحصر كده. في النقط جدال اللي بيطلع يا جماعة عشان هنا. الزيادة السريعة في الطول دي الاساس عندي اللي عاوزة اتكلم فيها. لان لما بيحصل نطج مبكر. صاحبة النطج المبكر هتفضل طول عمرها عندها شورت ستيتشر. قصيرة. هيتبقى قصيرة ليه? لان هيحصل بلوغ مبكر عند العظمة. وهتقفل ابفزية البدري. وهتفضل قصيرة. عشان كده. عشان كده. احنا لما بنقول النهاردة ان الدورة الشهرية. لما تيجي مبكرا هناخد بالنا قوي. عشان بتفلطنا تتعالج في السن ده. وممكن تلحق وتلمو دموه طبيعي. فهنقول بقى. هو كده خلصنا. اه هو خلص. طيب. يبقى العلاقة السلاسية ما بين المهيد. هيطلع جي ان اتش ار ا 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 يطلع الكلام ده أكتر من 90% بشكل زي ما اتفقنا أن البيئة أثرت بشكل أو بآخر لأسباب مختلفة الأكل والشرب والأدوات المكياج للأم اللي كانت بتستخدمها أثناء ما كانت بنتها هي حمل في بنت أو 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 فعملنا برضو فيلم بسيط يقول الأسباب إيه عشان المرجع أشرح ده مهم قوي 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 بعد الأسباب نرجع نقول نرجع تاني نرجع نشوف أسباب البلوغ المبكر كصور نحكي الأسباب بصورة صورة نكمل بقى خلينا احنا مع بعض واحد أن الأسباب الحقيقية يا إما البلوغ المبكر معتمد على الهرمونات اللي احنا قلناها دي اتفقنا ركز معي جدا في الستوديو هنا معانا أحسن سيبك من الصور لما الهرمون اللي احنا اتفقنا عليه جناد وتروفين ريليزنجور بيزيد ده يزيد يا إما واحد حاجة بسيطة البنت دي تخبطت في رأسها حصل ارتجاج في المخ وهي بتلعب الشقلبيت على من دماغها من عسلين في الحضانة في زرحلة عشان ناخد باننا من ولدنا اللي بيلعبه في أي مكان لما بيلعبه وتخبطه في دماغهم ساعة القب بيبقى والأم قبل العنف هنقول اللعب هنقول اللعب اللي هو حقيقي في سن الأطفال ده ولد أو بنت الولد تخبط والخبطة ممكن وديته مساشفة وقالك إن فيه شواء تجمع دمه أو لا هدي واحد أو البنت دي عمالة تسخن وتسخن وتسخن وفي الآخر خلت بيصالها التشنجات وما بعش عارفين ده صرع أو طلع إن كان فيه منينجايتس كان فيه التهاب صحائي أو لقدر الله كان فيه خراج فيه المخ هذي التهابات التهابات تؤدي إلى بلوغ مبكر ببطرومة والتهابات لأنها تزود الهرمونز اللي طالع أو يكون لقدر الله إن فيه أمراض سرطانية زي الأستروسايد أستروسايتوم أستروسايتومة أو أو رام النجميل أو الجليومة 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 وأستروسايتومة وساعتها الأطفال دول هيشيكوا بإيه صداع مستمر قئ زغلالة في العين فناخد بنا من أطفالنا اللي إحنا مكناش وقتين بنا منهم في السن ده إن ممكن يحصل لهم ده صداع مستمر زغلالة في العين أو قئ وأحيانا سيزر وتشنه جات سواء كانت خبط أو سخن أو سخنت أو مر مرور الكرام من غير كل ده ليه؟ لما تعاملت للدراسات يشخصوا الأطفال دولة زي بريكوشاس بوبرت لما يحصل نطج مبكر عند 6 لـ 8 سنين أقل من 6 سنين ده بلوغ مبكر ولازم أعمل له MRI لازم أعمل رانين مغناطيسي للطفل ده للأهالي يعرفوا قبل الأطباء لما يحصل قبل 6 سنين طفلك أو طفلتك جالها دورة شهرية مش فرحة أو خجل ونخبي أو تتحسد أو لا علم هنا في حاجة هنا عاوزين نلحقها في حاجة هنا نعمل MRI لشان كده قاعد يقولوا هل إجمع نعمل MRI لكل الأطفال اللي حصل لهم نطج من 6 سنين لـ 8 سنين كويتشن ماركو دي بيت واحتمال آقا واحتمال لأ لكن أكيد ومؤكد نعمل MRI لو النطج حصل قبل 6 سنين ليه؟ 10-20% هنلاقي أورام موجودة لما نلاقي أنه إديوباثك ونطج بسبب بقى جيناتك والأم كانت موجودة قبل كده جالها الدورة شهرية مبكر أو أنه هو بسبب الإثني يعني إثني يعني مختلافات إثنية موجودة أو سواء كان عقائدية النوع الأكل معين أو النوع اللي هو أفريكان أمريكان أو الصمر الأفريقى عمتا يكون ملوغ مبكر لازم أعرف والسمنة وبالتالي والسمنة يبقى ده يا إما أديوباثك يا إما مرضي مرضي قلنا الأزمات بتاعته إن فيه سرطانات لقدر الله في 10-20% وقلنا الشكل العام اللي هيكون البنت عليه أو تشنجات أو ارتفاع في درجة الحرارة أو 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 طيب ده الجزء لفوق نقدر نعتمد على الهرمانات في التشخيص مش بالتأكيد الهرمانات تعتمد عليها في التشخيص لإنها بتتفاوت من معمل لمعمل ومتتفاوت من الري اللي ممكن يحصل فيه الأسي إنه نقدر أعمل بالطريقة المؤلد عن الطريقة دي لبعض الناس يبقى سنستفتة عالية وبعض الناس لأه وفيه شغل على ده عشان يبدأ يكون فيه تحليل هرموني موحد على مستوى الدنيا لما بدأ أعتمد عليه في تشخيصه على البلوغ المبكر ويبقى مؤكد إنه آه فيه هنا بلوغ مبكر لما الهرمون بالشكل ده يوصل طب أحرف منين إنه ده اعتماد على الهرمون وإنه ده سنترل وده التروي الحقيقي بدي عارف إنما بنيجي نعمل إخصاب مجهري بنيدي جي إني إتش آر إتش أنا لوج بقى المشابه بس بدي إما لونج يعني تأثير طويل المفعول أو صغير سريع المفعول أو قصير آه شورت ديوريشن أو لونج ديوريشن الشورت ديوريشن اللي بيخدوه القليل ده لما بديه للطفلة دي ألاقي إن الإل إتش عالي لمرحلة البلوغ لتلاتة ونص الاربعة تاني الطفلة دي مفروض في السن ده إن الإل إتش أقالي من أو بوينت وين لواحد أو واحد واثنين كمان لو أنا إديت الجرعة دي الجرعة اللي بديها دي الوقت عشان اختبار أأكد إن فيه بلوغ مبكر أو لأ لو استجابت بالسبريشن اللي أنا عملته ده في عيل الإل إتش أعرف إن البنت دي عندها بلوغ مبكر عشان ده هتعمل عليه في العلاج فيما بعد أدي واحنا يبقى الهورمون هو ده التست هورمون اللي بعمله ده وفي نفس الوقت الامرأي اللي بعمله ده دي خلاص كده على فكرة شم من ننساش الغضة درقية القاصرة القليلة سبب من أسباب البلوغ المبكر ودي حقيقة لأنها والكريمات الإكسوجينوس ده ليسا لا ليسا ده الجزء التاني البريفرال ده يبقى ده الجزء سنترل ما منساش الغضة اللي عندهم أصلي فيها حالات كتيرة قوي اتولدوا عندهم قصور في الغضة الغضة درقية بتعمل إيه لما يكون في قصور بتعمل سمنة لا وغير سمنة قصور عقلي هتزود جونادو تفين ريليز أو الجين ريتش هتزيده هتزيده خلاص كده لما نيجي بقى ده سنترل البريفرال بقى أو التارفي يأما الأدرينا الجلانز لفوق الغضة الكاظرية بتطلع برضو هرمونات بس ده البريفرال بقى يعني ده المركزي ده التارفي أو عشان كده نعمل سنار أو MRI على الجزء اللي تحت كمان فنلاقي ساعات إن المبيض لأطفال صغيرة جدا بيطلع استروجين فيه كيس بيطلع هذه واحد يعني مش كتير قوي لكن لازم أعمل كده أولا إن حجم الرحم كبر أو هنا بقى البريفرال ده يأما زي بتتفعن الهرمونات اللي أنت عاستيقول سواء داخلية بسبب الأدرينا الجلانز أو خارجية بسبب السمنة بسبب الكريمات والأكسجنس وبسبب البيئة اللي اتعرضنا لها لما بنيجي نقول عاوزين نعالج الأطفال دولا عاوزين عاوزين نعالجهم لإنما هنلاقي إن فيه أورام نلحقها أو إن هنا لما قلنا ركز على على الجزء ده إن طولهم هيبدأ يحصل نضج مبكر في العظم في الإبفيزية للرأس العظم فتقفل مبكرا في إحصل الشورت استيج طيب الحل الحل للحالات دي رقم واحد تاريخ حقيقي يتاخذ بتفاصيل من الأم هل البنت دي الوحيدة ولا لها أخوات أخواتها جات لهم الدورة بدري ولا لأ أنت جالك الدورة بدري أو لأ هل اتعرضت لأي أدوية قبل كده بتاخد أي أدوية بتاخد أي أعشاب أعشاب تخصيص أو أعشاب علاجية لأنها ممكن بتأثر بشكل أو بآخر في الهرمون وإحنا ما نعرفش هرمونات كتيرة جدا الناس بتاخد الشاي الأخضر وبتاخد مش عارف الينسون وبتاخد مش عارف أعشاب كتير جدا وهم بيتعالجوا مثلا يكونوا عوزين يعملوا حقن مجهري أو بيأثروا على جودة البوايضات أو على كمة البوايضات أو يحصل هايبر سومليشن عالي وبالتالي ما نعرفش ليه عشان فيه سينارجيز مما بين الأعشاب اللي فيها أستروجين وما بين الأدوية اللي بخدها فيها الأستروجين فيتدخن في مشاكل ما كنتش عارفها أو يحصل أن بتانت الرحم تبقى أسمك أو يحصل نزيف وأنا ما كنتش عارفة أنه باخد أستروجين زياد يبقى سنترل وبريفرل واللي هو بيعتبد أنه هو إسبوراديك حاجة الشعر الزايد والشعر الزايد اللي أحياني بيبقى زايد لوحده هشكرا تقولك لأن طبيعة بنتي مشعرة هي مشعرة طول عمرها خمسين في المئة من بنات اللي مشعرة طول عمرهم راحين في ساكة البي سي او تكاس المبيضين ومشكلتهم لما تعالجوش وشفناهم من البادري بيحصلوا كارديوموتابوليك ديزيز متابوليك سندروم متابوليك سندروم بيحصل لهم مشاكل البطل وسكر والسمنة والشعر الزايد والزلزلزل تكل وقدوب لو ما شفتش بنتي من موكر من دلوقتي ما فيش حاجة سماع كده الهرشوت جرل البنت اللي عندها هرشتزم وشعر زايد اللي ممكن تكون من هرشوت فاذر وده كتير جدا وممكن تلاقي الفاذر ده دايبيتك وممكن تلاقي بسبب جنات أو بآخر أو 30% من الناس عندهم بيسقوا راحين في سكة السكر أو الضغط المرتفع أو أمراض القلم فمنقول أن من المبكر دلوقتي قبل ما البنت تكبر وتخش في سوق المرض أننا لو كنا عندنا وعي من دلوقتي وحطنا لها كاتيجوري هي راحة فأني سكة ممكن تتعالج بجد فكثير من الأمراض بجد يمكن منعها أو يمكن تقليل من مشاكلها لو عرفناها مبكرا وتعلمنا جزء بشكل أو آخر وكلمة هنا المقصود بقى بالبلوغ المبكر ليس في المرض ولكن البلوغ المبكر لنا في وعينا ده لو كان المرض الحقيقي يبقى حقيقة أو صحة لو كان عندنا بلوغ مبكر في التشخيص مبلوغ مبكر في العلاج لأن البلوغ المبكر في التشخيص والعلاج هو مخرج آمن لكثير جدا من المشاكل سواء كانت صحية أو اقتصادية أو سياسية أو واتفر كانت أي حاجة لو عم عممناها على عموم الحياة اللي احنا بنعيشها صح؟ طيب إلى الناس دولة هيتعالجوا بإيه؟ لو كان محتاج كانسر وعلاجات هيتشغل الورم أو هناخد لونج برتوكول جي ان اتش الانالوج هندي حاجة تعمل سابريشن للهرمون اللي بتخرج دي هو زي ما فيه هرمون بيخرج من المهاد اسمه جناتو تروفين ريليزنج هرمون فيه هرمون تاني بيخرج يحبط اسمه جناتو تروفين ريليزنج انهيبتينج هرمون ف أنا لما أدي فرامل وبنزين أنا لما أدي أزود هنا يأما يحصل بوسط الفيدباك أو نيجا الفيدباك يعني مثلا بمعنى إيه الكوباية دي بتتميلي لو الكوباية دي فاضية كل ما بتفضع تدي مؤشر يتتميلي تاني هو أحد حاجة لعلقة البوسط الفيدباك والعلاقة النيجا الفيدباك علقة المدير بالناس اللي بيدرهم المدير هو الرئيس هو الهرمون الأول اللي هو جناتو فيه ريليزنج هرمون لو اللي بيشتغلوا تحتي بيسمعوا كلامه هو نفسو بيت لو اللي بيشتغلوا تحتي ما بيسمعوش الكلام هو نفسو بيعدي زعق وزيت ويبعد ويبعد فهما اللي بيأثروا فيه شغلوه بيأثر فيه. يعني النيكاتف والبوستف. عاوز أقول لما بندئ أدوية بقى هتقلل إفراز الهرمون من المهيد على البتويتري فهو بالتالي يحصل سابريشن مش هنطلع هرمونات تروح للجونادس. خلاص كده؟ مش هنطلع هرمونات للمبيضين تستفزهم ناتج تطلع الاستولوجين والبيلوجسترون فما فيش طابويض. يعني الـ FSH والإليش مش هننزله. مفيش طابويض. ده اللي بنعمله في القصة الحق المجاري. هنده الهرمون ده لغاية إمتى؟ هنده الهرمون ده لغاية لما أقرنها يوصلون للنطج. يعني اللي هو في فصل دراسي وعندها خمس سنين وجالها النطج المبكة وجالها دورة شهرية وجالها أعراض السادي والشعر مش هفرح. بعد ما دور على كل الأسباب أبدأ أعلاجها ونزل ودي هرمونات معينة. تبدأ تقلل إفراز الهرمون الإستولوجين وبروجسترون من تحت. وبالتالي تفضل طفلة لغاية لما تعد سن زمايلها اللي كلهم بقى بدأت الدورة تجيلهم. فكلهم عند ثمان سنين أو تسع سنين أوقف الدواء. لما أوقف الدواء هتيجي الدورة بعد الدواء بعد الديمة بيقف من تسع شهور لعشرين شهر. عشان بقاش مخضوديين. أنا الدواء أفتو النهاردة. زي ما بندي ما بندي نعالج بطنت الرحم المهاجر. وبعد ما بنعالجها جراحيا بنعمل سابريشا أحيانا لمدة ثلاث شهور بحقن معينة ومتعرف عليها الأسماء المختلفة. لو بمهدها الحمل سواء كان طبيعي وده الأعلى والأركة والأفضل أو زي كنت هي لها أسباب زي جوزها آزو أو حاجة أو أنا بيبها مقفولة تماما أو سلناها كبر لحقن مجهر. بوقف الدورة بدي حقن مودة ثلاث شهور. طيب لو بوقف تاني أول حقنة ممكن تنزل للدورة أو لأ وأنا في أول شهر أو بعد عشر تيام يعني. تاني حقنة أو تالت حقنة ممكن توقف الدورة وتيجي الدورة بعدها بعد إيه؟ شهرين لثلاث شهور. طيب سلناها أكبر هتتأخر شوية. لكن لو بالنسبة للطفلة لما وقف هتيجي الدورة من تسع شهور لعشرين شهر. عشان الناس ما تقلعها شيء. طب لما تنزل الدورة تنزل طبعاية أي تأثير مفيش أدنى مشاكل. على العظام البون مس ممكن تقل شوية لأن أنا كنت دايما محتاجي الاستروجين عشان ترسيب الكالسين في العظام. أحيانا ومش بكل الناء الأطفال يحصل لهم كده. لما تنزل الدورة والأطفال دولة يكبروا ويتجاوزوا هل في تأثير سلبي على العلاج ده على خصوبتهم فيما بعد. وإن هو أو جوازهم أو يخلفوا أو حجم رحيمهم أو المبيان لم يثبت على الإطلاق. إن حالة حالة اتأثرت بالعلاج ده على اللونج ران وعلى الحياة العلمية اللي موجودة من نوزه من ناقشنا. قصة بريكوشيس بيوبرتي. طيب معنا كده لما يطلع يحصل بريكوشيس بيوبرتي خلاصة. التك هوم ميسج. عاوزك تقول التك هوم ميسج اللي طلعت بيها النهاردة. النهاردة البلوغ المبكر دي عملية طبية معقدة. أولا ينبغي إن إحنا نفهم إنه في شكل سلوكي لازم نفهمه حول هذا الطفل اللي إحنا الجزء بتاع الطب السلوكي. إنه ما ينفعش إن إحنا أولا ننبه طفل إلى المراكز الجنسية العطاء التنسلية. قبل دول مبكر إنه ده منهاج ده سلوكي. ده سلوكي. قبل ما نحطه في دي لأنه بيدان دي. الهورمونات باين جدا إنه central hormones اللي بتطلع علاقة وسيقوة بين المهيت اللي هو الهايبوسولامس والغدنوخامية والعطاء التنسلية. الهورمون اللي هو الهورمون المحفز بتاع الغدنوخامي اللي بيطلع من الهايبوسولامس. نتيجة تأثير من المخ هينزل على البتيوتري. فاصل أمامي بيطلع FSH والإيش اللي اسمهم جنادو تروفينز. وجنادو يعني عضاء تنسلية وتروفينز يعني محفزات أو مغازيات أتروفينز. هينزل الهورمون FSH والإيش هيشتغله بشكل مبكر على في الراجل في الشاب يعني في الصغير على الخصيتين. وفي البنت على المبيضين. هناك أمر آخر خاص به الغدن الكاثرية ما ينفعش إن إحنا نطرنشها. لأن الغدن الكاثرية أساساً تعتبر بريفرل. نزلنا تحت. كل ما هو central. central central. هو الأكسس. البتيوتري هايبوسلاميك بتيوتري. أوفيريان أكسس أو تسيكولر أكسس. التاني ده اللي هو الأدرينا. ده خصة مهمة جداً وليها اسم عندنا خطير جداً. الأدرينا وجينتال سندرون. أو كورتيكو. كورتيكو تروفينز هتطلع بزيادة معها. الأندريجين هتطلع. هتنصد تلاقي السيد البنت أو الولد عنده بلوغ مبكر. وممكن البنت يحصل إنترسيكسي كمان. يعني يحصل مشاكل. دي حاجة في الأمين. ساعة البنت بيطلع عندها هرمون ذكوري. أو الولد يقول له هرمون أنوسي. عشان يسموه الايزو سيكس أو الكونترسيكس. بالمناسبة دي فيه لعابة تنس عالمية اسمها مارتينا نفراتيلوفا. ده الجيل بتاعنا نعرفه. مارتينا نفراتيلوفا لما جوم يفحصوا هرمون الذكور عنده. قال له عالي جدا. عالي جدا. وكانت بسببها طلبة منعها أنها تلعب في مهتولات السيدات. وقال له لا تتلعب مع رجالها لأنه هرمون الذكورة بتاعها. خدت ومبلتهم تسع مرات. وغلبت بوليس بيكر في ماتش استعراضي. يعني كانت قصة كبيرة في الوقت ده. الخلاصة إنه هذه الهرمونات يمكن تزبطها بالهرمونات المسبطة له. اللي هو الجناتروفير ليزينك إنابت الفاكتور أو أنالوج. أو أنالوج. لحظة قلتها. ده اللي أنا ملخص. ده خلاصة. والخلاء والأهم. إن إحنا زي ما هنفرح إن بنتنا نضجت مبكرا. عاوزين نفرح بشوية من الحذر. ونقول ناخد خطواتنا. ونبدأ نشوف يا إما دكتور. نسى متفاهم للجزء بالكامل. مش لوحده لأن ده ملت الدسابلين تيم. مع الـ أنت. أنا. أنت. بتاع الأيمن. بتاع الأطفال. أو يبقى السلاسة مع بعض. دكتور الأطفال. دكتور الغدد الصماء للأطفال. ودكتور النسم. عشان يتحط المحاذير بالكامل. وتحط خطة. وخريطة للأهالي. ببعدة الفهم والوعي الموجود ده. لما استبعدنا لقد دراني وجود أمراض. زي الأورام. أو التهاب الصحائي. أو إذا كان فيه تجمع أو خراج أو حاجة. لو عرفنا إن ده طبيعي. إن ما عندهاش أي إديوباتيك. مفيش مشكلة صحية موجودة. مش عارفين السبب اللي ممكن يكون جيناتك أو أي حاجة تانية. مش هنوسكت ونقول ده مفيش مرض كويس. هنتلاقي عندنا مشكلة هنا. مشكلة على السلوك. البنت دي اللي بيحصل لها نطج مبكر. عندها مشاكل بقى. لو إحنا ما تعليجناش وقلنا في الأخ خدنا الأدوية وعدينا. واحد. على المستوى النفسي بيحصل مشاكل اضطراب. لأن دايما مش عارفة اللي عندها إيه. ودايما هي مصدر السخرية من اللي حواليها. أو استخدام مبكر. لأن البنت بدأ يحصل لها نطج مبكر. بس المنتالي تلقى فممكن تخش. كهكذا كالدراسات العلمية اللي بنتكلم فيها. ممكن البنت لو ما فيش استقرار نفسي وأسري وعائلي. ممكن يحصل سيكشوال أبيوز. ممكن تخش في مشاكل جنسية اللي قدر الله. أو علاقات كتيرة جدا. سيكشوال تنسمية الدزيز. لأنها بيحصل لها نطج مبكر. وبالتالي إفراد في هرموناتها. وإفراد في أنستها. وإفراد في طلابها اللي مش عارفة. طفلة ومش عارفة لها تاعي إنها تحد من تصرفاتها. فده بالتالي بنقول للأهالي عشان يبقى عندهم وعي بالجزء ده. والجزء الأخير. الكيمويات. الكيمويات. أرجوك بقى الحكة لأن دي في مطال خطوة. الكيمويات هو الاكسوجينس. اكسوجينس. خارجي. استروجين. بدأ تتعرض للإستروجين الخارجي. وده اللي ممكن تلاقي مثلا إيه. الأهالي فرحانين إن طفلتهم. وهي عندها مثلا سنتين وثلاثة بحطولها ميكاب وكل يوم. وهو مليان إستروجين. والإستروجين إحنا اتفقنا إن معظم أدوات التجميل جاية من منتجات حيوانية. ومنتجات حيوانية أو مصنعات. سواء كانت مخلقة. يعني فيها تخليق. أو حقيقة. ما الحقيقي غالي. الحقيقة اللي جاي من أصول حيوانية. وأصول حيوانية متربة على هرمونات. وبتالي إستروجين 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 إستروجين. والجل والبورفي. أو الأهالي اللي مياخدوا مثلا ممكن تكون اتفقنا. وده كان من غير وعي. هي أنا حامل ومشغال أيا كان وظفتي. وأثناء حملي بحط كل أدوات تجميلها. الحياة مفتوحة. وإحنا سواء محجبة أو غير محجبة. كله بحط أدوات تجميله. طب ده تأثيره إيه؟ طب لو أنت شغالة بجد برضه وفيه كوافير. وحامل. وتتعرضي للرسولات دي كل يوم. تأثيره إيه؟ لازم يبقى فيه وقفة. أنا مهنتي إيه؟ وبتأثر بإيه؟ هعمل إيه في اللي جاي؟ يعني ده حقيقة. لحظة وقفة صدقة ما كنتش هعرف إن أنا ده ممكن أتعرض له. أو طفلتي تتعرض له. وبالتالي أحيانا لما لما بنبعد ونتكلم في أرويق أو داخل داخل العيادات وداخل المستشفيات. أحيانا كل ما يشغلني هو الطفل ده تولد مبكر ليه. والطفل دي أمه نزفت فيه ليه. وعملت كلم عن عنق الراحم موسع أو لا أو المشيمة سقطة. وفيه تجمع ده محل المشيمة. أصل أجسام المضادة بتطرده. ده جزء حقيقي. ولكن مش الكل. وبالتالي لما تلاقي طفلة تولدت. وده اللي بيسموه قبل النوتج المبكر. بيسموه إنفانت منسترويش. تلاقي الطفل ممكن لشهر أو اثنين أو ثلاثة بتجيله دورة شهرية. المولودة لسه. بتجيله دورة شهرية من إيه؟ من الهرموني السجاب. الهرموني اللي كانت أمه بتجي من المشيمة على الحبل السري على الرحم. والرحم كان فيه ريسبتور تستقبل دلوقتي. يعني هل الرحم يقدر يستوعب؟ وعنق الرحم يقدر يستوعب؟ وبالتالي نلاقي إن أطفال ممكن يحصل لهم وأثناء بعد الولادة وبنات سيكريشن كتير. وأحيانا لما يكون فيه ليبيا الفيوجن ومقفورين وشرحناها قبل كده. يحصل هيماتو مش هيماتو مترا بقى. هايدرو مترا أو هايدرو كولبس. تلاقي المهبل امتلأ بسائل. المهبل امتلأ بسائل. ومش لاقي سكة يخرج منها. فرح طالع على عنق الرحم اللي كان أصلا مستجيب. يروح فتح الرحم. وتلاقي الممكن صراخ يستيري لبنوتا طفلة جبنها عندك ثلاث شهور. البطن كانت قد كده. بسبب إن السائل اللي اتمال المهبل وبعدين مال الرحم. ولما تفضى بفتحة أسهارة صغيرة فضى ده كله. وما كانش معروف إيه السبب. إن الأطفال محتاجين متابعة من الولادة. ومحتاجين منطقة لكل حاجة. وعارفين إن الأمراض بدأت تنزل بالسن في كل حاجة. وأحيانا جزء بيبقى طبيعي أو جزء بيبقى مرضي. بس عشان نعرف الطبيعي والمرضي. لازم حيثري وتاريخ ونقاش تسمع بجد جيدا. تأيد كل حاجة. وبعد كده نرجع نقول إذا كنا نعتمد على الهرمونز في إيه. وبعد كده تشخصنا لإيه مرأة يكون إزاي. وبعدين علاجنا اللي يكون إزاي. والأهم من ده كله الوعي. تعال نشوف الكيمويات عشان نأكد على خطورتها بالصوت والصورة. تعال نشوف الفيلم ده مبدع وقد إيه. مهم أوي. تعال نشوف الكيمويات. في أربال الصحة هذا المساء. يقول الباحثون أن التعرض للمواد الكيميائية يمكن أن يؤثر على أطفال في الرحم. وجد العلماء في كاليفورنيا أن التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في بعض منتجات العناية الشخصية. مثل الصابونة ومعجون الأسنان والمكياج. قبل ولادة الطفل يمكن أن تتسبب في الوصول إلى سن البلوغ في عمر أصغر. أجريت الدراسات على ما يكرب من 350 طفلا من قبل الولادة إلى سن المراهقة. وجدوا أن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في العطورة ومستحضرات التجميلة ومعجون الأسنان يتسبب في البلوغ المبكر للفتيات ولكن ليس للصبيان. ده خطر جدا الحاجات الموجودة الرصة الموجودة. الرصة الموجودة أريد أن نتكلم حتى التوس بسط. معجون السنان وبعض المكونات الموجودة. واللي بدأ يحصل فيها بردو من غير ما نشهر بعض المواد اللي بتحافظ على معجون السنان والطبيض. ليه تأثير بشكل أو بآخر. هنتكلم عليه في اللي جاي. اللي بستيك. أحوى. أحوى. فيه الكلمات اللي فيها استروجين. المواد الحافظة للحاجات دي عشان ما تبقاش تحتها تتغير. عاوز أتكلم على الليفاندر والفثالية والجرين تي. الحاجات دي كلها الحياة اللي موجودة وبنستخدمها باستخدام مفرط دون الوعي على مشاكلها. لأنها كلها مليانة استروجينات. نعطر الجاوب الليفاندر وممكن يبقى التأثيره إزاي. فخلينا نحن بنتكلم بكل حاجة تبقى موثقة. أحوى. مش متزود جرعة الخوف. أنا أعوز أن نزود جرعة الوعي. لأن أحيانا عارف مش كل المعلومات بتبقى في صفك. صح؟ زي مش كل مواحد يكون منتظر مديات وحاله يعني تقول بقى فيه رغط في الحياة بقى لصفه. ممكن حد يجي له مديات ويبقى مسؤول يصرفها بشكل واعي. وهيسأل ما له جابه منين وصرفه فين. صح؟ لكن ممكن حد يجي له ما له يتلغبط. صح كده؟ عاوز أقول ده السابعة بلاقي. إنفعالات بالنسبة لإنفورميشن المعلومات. مش كل توفر المعلومات هو في صفك. ده أحيانا المعلومات بتربكك. يعني بساعات المريض يخش يقول لك ايه أنا قاريتها. ولقيت إن التبويض ولقيت إن الطانت الرحم المهاجم. مجايبة رعوبة. ولقيت البلاسنتا ولقيت اللي مش عارف إيه. ده أنا قاريت لقيت إن الإنبوتنس بيحصل. لقيت مش عارف إيه. فأحيانا الربكة بتيجي من 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 كتر المعلومات. عشان كده قلنا ايه في علاقة واسيكة ما بين انفورميشن والكونفيوجن. ارتباك المشهد بسبب معلومات اللي موجودة عندك. لأنك أنت عندك معلومات. حاريت عن الأثار الجنوبية بتاع الده ومش واخده. ما تعرف إن فيه دبيت في الطب. يعرف إن القاعدة الصحية في الطب. إنه فيه دايماً أراء مختلفة. ساعات بتروح تقولي أنا مش عارف بقى. أنا روحت للدكتور ده وروحت للدكتور ده وروحت للدكتور ده. أنا مش عارف أسمع كلام مين. مش هو دكتور زي ما حديك الدكتور وهو طالع من كلية الطب زي زيك. أسمع مين بقى أنا ما اطلق بط. أطلق بتقولي نعمل منزار وما فيش مشاكل في الحود المجمد. وأقولي لو حد لمسك مش هتخرج من قطة العمليات. لأن الرحم وخرم الأزون والمستقيم. هو دايماً كده مدارس وطب وكواعد وأسرار وأساطير. وتبدأ تشتعل وتبدأ تكتهد وتبدأ تفكر رموز والشفارات. العلم حلو. عارف الراجل عبد البديع الأمحاوي كان يقولك إيه؟ الله يمسي بالخير. أسأل أتنور. يعني أعلم أتنور. يعني العلم نور. أعلم أتنور. وبالتالي كنا قصدين إن إحنا نعمل بقرة من الضوء على البقرة المظلمة لتصحيح أوضاع ممكن تكون مش جاية في الأزهان أو مش معروفة معرفة حقيقية. واحنا بنقول الفانطين. واحنا بنقول أيدي الحب. القصة بتاعت الحب هل اختصرت؟ أحنا بنقول إن نختصرها في اليوم 14 وفي شهر نوفمبر برضو نحتفل بيوم. يبقى الحب عبارة عن يوم. الزوج يجيب لي زوجته هداية. الزوجة تجيب لي زوجة هداية. المحبين يجيبوا لبعض هداية. ويبقى الحب هو الشكل العطفي يعني. هو الشكل العطفي بس. وبقيت السنة. يعني الصمت يخيم على الأزهان. يبقى في حالة عكس الحب. توقع دايما. يعني الستة. يعني دلوقتي طلقت فترة. مبارد حاجتين يعني. تسألوا عن جاوب ولا تسألوا عن جاوب؟ لا 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 بسأل حضرتك يعني. يعني طلع كده حاجتين كده في السوشيال ميديا. شوية شباب قالك إيه. خليها تعنسه دي حاجة مش تطيفة خالصه جملة مش علوة. والبنات ردوا على الولاد. ورحوا حطين كلمة اسمها. خليه عندهم حاجة كده. خليه عندهم حاجة كده. ودي برضو كلمة مش كويس. ماشي يعني. مع مامته يعني. في الحالتين. حالة توتر وحالة عدم حب. ما بين الطرفين. زي ما حصل قبل كده. طيب. هقول لك الحاجة. هو كل ده مقبول. والذكاء أنك أنت تقبل كل المتنقضات في الدنيا. وما تتخيلش. الشيء الموجود هو موجود. حتى لو جيت أنكرته. هو موجود. بس تتعامل معه إزاي. يعني هل الشع.. يعني أنت بتكلم دلوقتي بعلم ودين. هل الشعوازة اختفت؟ لا موجود. ربنا ذكرها في قرآن. وهتستمر الآخر يوم في الدنيا. ماشي؟ لكن أنت لما بيزيد وعيك وإدراكك ودكيشن. بتبدأ تتعامل مع الأمور اللي زي كده. بشكل مي راشنال. عقلاني. واحد. اتنين. ده بالنسبة للسؤال الأولين. الحب. ما عديش مشكلة أن الناس أي حاجة تفكرهم. حتى لو عيد الأم. ما هو يوم. عيد الحب. ما هو يوم. عيد العلم. ما هو يوم. عيد الآطباء. عيد الثورة. عين كان. ده حاجة تفكرك. حتى بوطنيتك أحيانا. المولد رسول اليوم. عشان تفكرك. بل لكن انت هتسيب رسول الله السلام. مش هتصلي. يعني. طايم. ولكن. ده ما. ده. 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 للتوعية. لكن القصة التانية. الحب. متفقنا. الحب الجزء أصيل من حياتك. لو رقنتوا بجد بجد. لقد فقدت كثير من النعمة. عندما لا يشعر بلازة الحب. والحب دايما مطلق لربنا. اللي دايما في ظهرك ودعمك وسندك. وبيقولك. ومن يجيب المضطر إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني. فإني قريب. أقرب. الحب. الإلهي. الأقوى. اللي بيخليك بجد. دايما عاوز تحب. عشان مش عاوز تغضب ربنا. أو بأمانة والله. أحيانا قبل الغضب. مش عاوز ربنا يشوفك كده. ده. ده قس. الحب بقى هتتعامل بشكل يعني اللي هو مراهق لبعض الناس في السن المراهقة. وده الحب الحقيقي. إن يجيب الدبدوب أو جالها دبدوب أو ممكن تعايت لو ما جلاش الدبدوب أو جالها التورطية الحامرة بتاعت الفلانتين. لكن الحب المستمر بقى. لكل الناس. بس. 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 يعني إيه علاقة للأحمر بالبلانتين. ماشي يعني. الأحمر بالبلانتين دايما واردي وإنرجيتك ويصير. يعني بنسبل اللون الأحمر يعني الأهلي. بقى نجدعهم. اه طيب كان. طيب. الحب بين فريق العمل الطبي وبعضه. دي حبتة مهمة أوي. بس هقولك. الحب ده مطلوب. ومهم. أوي. وأكيد انت بتعمل في تيم كله بيحب بعضه. بتبقى سعيد جدا ومنظومة العمل نجحة وراكية جدا. لكن دايما تفاوت البشري موجود. وأحيانا انت بتبقى قريب من جد من حد قوي لدرجة انت بتحبه. بس كل ما بيزبقك بتغير. انت مش عالف تمنع الغيرة. لو بتحب. والله الحب بيقال للغيرة. والله بيقال للغيرة. برقم واحد. أحيانا تقول ايه طب مش معنى هو. ما انا ممكن لو كنت في مكانه. هو يعني. هو هو ما بقاش كده اللغير لما الشغل شوية بقيت أكتر منه. دايما بتلاقي نفسك داع الخلق للخالق. عندك سلم نفسي. بتشغل على ده. انت اي من نومك رايح لهدف محدد. مخلص ليه جدا. بتخلصه. كل هدف صغير انت مخلص ليه. لو راكب عربيتك عشان تروح المشوار انت مخلص مركز. ما لكش داعه بالرمى عليك. وعمل عليك. اتفقنا لو المرة اللي فاتت قلتها لو لبست النظارة. تلاقي ممكن اللي رمى عليك ده. عاوز يجري عشان نقره هو مشوار كمان. بنته تعبانة ابنه تعبان. عاوز يلح حاجة. فخلي الدنيا سلم شوي. ما فيهي سرع. هنلسن على بعد. خليها تصدي. خليها تعنس. خليها توقف. خليها تنام. خليها تطبخ. خليها تتروح تسوق. خليها مش عاقل ايه. خليها او خليها بقى. يعني هنخليلها في الاخر. في الاخر فولا. يعني. اسمع ايه. هو جروب ده ولا ده ايه؟ انا ده حاجة كده هاشتاج يعني. اه او جروب يعني مجموعة. هنجيب كل الخليلات دي ونخليلها بقى. ونخلص. اه والله ايه. خليها تحب. اه خليها تحب. اه خليها تحب. انت اسعتني اولا النهار ده جدا باختيارك المواضيع. يعني انا احييك جدا بجد من قلبي وباخلاص وعب شديد جدا. لان اخترت موضوع. هو موضوع. طبي اكتر منه جراحي. احنا متعودين دايما كجراح نسا وتوليد. وجراح اه اه تدخلات خاصة بامراد النساء. ومشاكل النساء. وبطنان المهاجرة. اللي احنا اللي بتكلف الجراحات. والله معلش يعني. والله. يعني كان فيه النهار ده حالتين. لبنتين. اه. رغتهم حضرت. اه لاني انا لاني كمان هظلم. اه. يعني انا اول مرة كنت هوري الناس. فات ارابي. لبنت. الفاتئ فيه رحم وما بيد. برا الجسم. اه. طيب مش عاوز استعرض مهارة. عاوز استعرض حالة. ومعاناة. ومش عاوز اقولها مرور الكرام في المدخل. التانية. بسبب البلوغ المبكر. بطانية رحم مهاجرة. في الدرجة الرابعة. ودلوقتي بقت ريفايز. اكيد هيتغير التصنيف ده. لبنت. عندها مثلا 13 سنة. كأنها عندها 30 سنة مرض. و30 سنة بطانية رحم مهاجرة. ويسابنا الحالتين دول. انهم يحتاجوا الى شرح تفصيلي. وركزنا على الحالة المرضية. اللي اسمها البلوغ المبكر. حالة مرضية. زي من قلت لحضرتك. انا احييك. لانك اخترت موضوع من ناحية كمان. غير العلمية. من ناحية تخافية عند الناس. مسلم خالص. من ناحية فهم ووعي الاسرة. وطبعا هلعها. لا اكلم واحدثوا على حرق. الاب والام عندهم هلع كبير جدا. الاب والام خايفين. عندهم تردد. هنعمل ايه. طب المستقبل. طب الحاضر. البنت نفسها كمان بتعاني. لانها شايفة. بينتقل لها هذا الهلع. فبتبدأ البنت تعاني. او الولد يعاني. فالاختيار الخاص بهذا الموضوع الحقيقة. فيه توفيق كبير جدا. اتمنى تكون الصورة وصلت لعند الناس. يبقى بقى بالمناسبة ديات. لازم اقول ان الحب في مجتمعنا. لازم يبقى هو القاعدة. والحب بمعنى الحقيقي. الغفران. التقدير. التماس العزر. عدم الامعان في العقاب. وفيه فرق يا جماعة. فيه فرق كبير جدا. بين ان واحد اجرم في شيء. واحد اخطاقت في شيء. فاحنا نعاقبها. نعاقبها. بس الحب يقول ايه. الحب هو السموه الانساني. يقول ان انا اجي في واحد اللحظة معاين اقول. كفاية بقى عقاب. كفاية بقى. كفاية خليني رحيم. يستبدل. اموت فيك وانت في الورع والتقوة. حبيب قلبي. صراحة يعني. والله حبيب يا دكتور. مش ورع والله ولا تقوة. انا بتكلم في حاجة. احنا بقى انا ممعنين في التلزس والتشاف. بس النهاردة عرفت ان بجد. ان مؤسسة الحب. مؤسسة الحب. مؤسسة الحب. مؤسسة الحب. مؤسسة الحب. لا. الطب ده حاجة تانية. الطب بيعلمك حاجات كتير. اصل الطب بيعلمك. ازاي تتفرج على انسان. تقف قدام انسان. هو محتاج ان انت تقف جنبه بعقلك. وبتركيزك. عشان تطلع قلم من جوء جسمه. وزاي يعلمك ان انت تتواضع. انك بتكتب العلاق لكن ما بتشفيش. ربنا هو الشافي. ضيف العزيز. القيمة العالمية الكبيرة. السيد الدكتور سيد الأخرس نظرتني وشرفتني. ويعني اسعدتني بهذا الكام الكبير من العلم. وبهذا الترح الرائع جدا لواحد من المواضيع الهمة جدا في حياة التطبيقية. خليكو يا سيدو دايما مع الدكتور.